المحاضرات اللي هو عايز يعتمد برنامج زمني المحاضرة بتاعت النهاردة هتربط بين اول محاضرتين اشتغلنا عليهم واللي احنا شرحناه واخدنا فيه موقع كتير دلوقتي هنربطهم وانطبقوا البرنامج بتاعه طبعا انا اديتكم لحضراتكم البرنامج وتكملوا عليه فبعض الناس ارسلت وبعض الناس ما ارسلتش فمن بعض اخدنا برنامج من بعد الشباب زبط العلاقات بصراحة وزبط كان والله انا لا اتذكر اسمه لانه بعتهولي تقريبا على الفيس من فترة وزبط والشوب درونج والكلام ده طيب انا كده بالنسبة لي خلصت البرنامج حملت خلصت انت كده انت كده مخلص البرنامج عملت العلاقات حملت حملت الحملت عملت كل حاجة خلاص ما عادش عندك غير انك تشيك على تمام عشان تقدم البرنامج الزمني للاعكمات بتاعك ولو انت اه او لازم تشيك لو انت استشاري لازم ايه تراجع ازاي تراجع البرنامج الزمني عندنا يا بش مهندسين احنا تشرحنا الارباحتاشر نقطة دول عندنا عشر نقاط اللي انا ملونهم بالاحمر دول هما اللي انت بتشيك عليهم في مرحلة تمام الاربع نقاط التانيين الانفاليد ديت والمسد تاسكس والكريتكال باث لانجست اندكس والباست دول خاصين بالابديت يعني ممكن تشيك عليهم اثناء الابديت التاع البرنامج ولكن احنا دلوقتي البرنامج اللي احنا عملونا دي اسمه باست لاين بنقدمه في بداية المشروع عشان ايه عشان يعتمدوا ونبدأ نشتغل عليه طيب ايه النقاط اللي انا كم اول لازم لازم ناخد بالي منها قبل ما نقدم البرنامج هم العشر نقاط اللي انا عملوها بالراد كالر دول تمام وانت كاستشاري لازم تشيك عليهم تعالوا مع بعض ناخد اول نقطة ايه هي اللوجيك عن ثانية كده اللوجيك بتقول اه طبعا في استشن الاولى طبعا اه استشن ده ايه هي اللوجيكة باشماندسين قال لك عدد الانشيطة ما يزيدش عن خمسة في المية اللي هي تعالوا بعنوا ازاي نشيك عليهم على البرنامج اول نقطة ازاي نجيبها من البرنامج حضرتك بعد ما بتخلص بعد ما بتخلص البرنامج بتبدأ تعمل له تمام عملت له تمام طيب بتيجي عامل ايه بقى من علامة الاسكادول ده باشماندس بتقول له هو بقول لك عدد الانشيطة لا تزيد عن خمسة في المية طيب احنا عندنا كم نشاط من بتعرف منها معلومات كتير هنعلم وإحنا مع بعض نشرح مع بعض نعرفها عدد الانشيطة عندي سبعمية سبعمية وستاشر تمام عدد الانشيطة في المشروع ازا الخمسة في المية تقريبا بيتروح في خمسة وتلاتين ستة وتلاتين مشاط طيب ايه هي بقى هو تعالى بقى بقول لك خالبك خد بالك من كلمة في اخطاء بقول لك خد بالك واحد صح كده مفروض يجبه واحد واحد يبقى كذا اذا انا العلاقات عندي مربوطة مية في المية ولو اشتغلت ازا ما احنا شرحين كنا بنشرح ومشيت على نفس الخطوات هيطلع البرنامج معك بنفس الطريقة ازا الانشيطة جبناها او 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 النقطة هي تشيكنا عليها اللي هي اللي هي اللي هي ازا البرنامج بتاعنا ايه مية في المية في اللوجيك تعالى بقى نشوف النقطة اللي بعدها كانت تقول ايه بقى تمام ياريت بقى نركز ياريت بقى يا بشمهندسين نركز مع بعض في المحاضرات لان اولا ازا ما قلتكم المحاضرة دي مهمة جدا ويونيك يعني لسه اعتبر حصري ما تشرحتش قبل كده يا انا علي توفير نركز مع بعض اللي هي بتقول ايه بتقول ان ازاي تجيبها على طبعا في اكسيل انا هبعته لكم بس مش حيل وما تشتغلوش عليه تمام انا هبعته لك للتسهيل ما بجيبش كل النقاط انا حدك تعرف النقاط من البرمافيرا ازاي تجيب النقاط دي من البرمافيرا لان جدا مهما كان الاكسيل اللي هو شغل افراد ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ ومش كامل يعني موظم الناس شغال على مية في المية من البلانورة شغالين عليه انا هقول لك هعلمك ازاي تشيك على من البرمافيرا وهديك برضو هبعت لكم الاكسيل شيت اللي عايز يختدي به ولكن انا بشتغلش عليه لانه ما بجيبش كل النقاط من ضمن الحاجات اللي ما بجيبهاش اللي هي دي مش هتلاقيها في الاكسيل شيت اللي انا هبعته لحضراتكم كمام اللي هو لو الناس شغالة في في المجال التخطيط بقالهم فترة عارفين حاجة اسمال كده مشهور جدا وفي اخطاء طبعا طيب الليدزي دي تجيبها منين بقى يا بش مهندس الليدز اللي هي الناجاتي فلاك تعالوا بقى نجيبوها حنجيبها بقى حضرتك من تقرير صغير جدا جاريت نركز مع بعض يا بش مهندسي ازاي نعمل التقرير اهو تخش على الريبورت لو هي مش موجودة عندك بتخش من التولز بتقول له تمام تقول له تمام بعد كده تقول له أنا عايز خاص بايه بقى خاص الناجاتي فلاك هي علاقات خاص بايه بقى تمام وهتقول له آآ دي ممكن ما فيش مشكلة خليها ناكست مش هنستفاد منها تعالوا بنفشوا الاعمدة الاعمدة اللي احنا عايزين نظهرها شغلينا كله في التلاتة دول اول حاجة حضرتك عايزين نظهره خليهم تمام خليه هننظر حضرتك والساكسيسور والساكسيسور تمام طلق لنا عشان نبعارف النشاط اللي قبله والنشاط اللي بعده وعايز النشاط اللي عليه اللاج اللي هو الساكسيسور تمام وخلينا ما فيش مشكلة واللاج وممكن خليها معنا ايوه عشان نعرف نوع لانا هنستفاد من التقرير دي هنعمل منه حاجات كتيب طيب معنا كم حاجة يا باشماندس كده معنا تقريبا ستة حاجات تاخد بالك والساكسيسور والساكسيسور والكريتيكال واللاج دي جيبتم من التقرير طيب ما تجيبهم فلاتر باشماندس لا مش موجودين فلاتر لو كانوا موجودين فلاتر هنجيبهم فلاتر في حاجات هنجيبها فلاتر تمام وتقول له وتقول له اوكي يبقى انا في اللي هنظهره في التقرير الستة حاجات بقول طيب نعمل مش عايز اي كان زي كده تحت بعضها ما تجيب ليش اي تمام الفلتر بقى ممكن حضرتك تقول له تمام خد بالك بقى احنا بنتكلم على اللاج اقل من افهم بقى معايا باشماندس ايه هو نوع الفلتر دي انا هو اللي بزي هو ايه هو بالسالب يعني حاجة اقل من الصف انا بقول له اظهر لي اظهر لي اللاج اللي اقل من الصف تمام طيب وتقول له اوكي وتقول له ناكست تمام وتقول له ناكست وتقول له لازم التقرير يطلع لي ابيض لو طلع فيه ارقام يجبه في خطأ عندك ايوه كده مصبوط عندي التقرير عندي هنا ايه التقرير عندي زي الفل لازم يطلع لك ابيض بالطريقة دي لان لو طلع لك حاجات اقل من الصفر اذا البرنامج البرنامج بتاعك فيه ليدز تعالوا بقى على نفس التقرير دي حضرتك نشيك انت كده عرفت ايه او تاني نقطة كده عرفت ازاي تجيب تاني نقطة تمام اللي هي الليدز تعالوا بقى ان جيبوا النقطة اللي بعدها اللاجز اللاجز بتقول ايه بقى تمام مش هنقرب احنا شرحناهم وقلت لابحس انه انت يا بايت الخبراء في الكلام دي طيب يبقى ازا عدد الانشطة لا يزيد عن كام الانشطة اللي عليها لا تزيد عن خمسة في المية من الكام نشاط يا باش مهندس اللي احنا شفناهم سبعمية وستاشر نشاط يعني تقريبا زي ما قلت لك خمسة وتلاتين ايه نشاط خمسة وتلاتين نشاط لو زيادوا عن خمسة وتلاتين لا اكيدا غلط تعالوا بقى نشوفوا ايه الكلام دي النقطة التالتة نجيبوها من من نفس التقرير قلوا وانت شغال على نفس التقرير كده باش مهندس قلوا البريفيس البريفيس هاتلي الفيلتر اهوت قلوا اه اللاجز از ايه بقى احنا قلنا المرة فات كاتلس زان اقل من الصفر لا انا عايز ايه غريتر زان اكبر من الصفر انا عايز اي حاجة اكبر من الصفر الظهار قلوا نفس الفيلتر اللي احنا نفس الريبورت اللي احنا اشتغلنا عليها باش مهندس تمام وتقول له ناكس ناكس ران ريبورت وتقول له اوكي طيب بدأ يظهر لي انشطة هما كم نشاط بدأ يقول لك فيه نشاط واخد واحد يوم واحد يوم واحد يوم واحد يوم اتنين يوم كزا دي كل الانشطة اللي عليها لك احنا قلنا مسموح لنا بكام يا باش مهندس مع بعض مسموح لنا يا النسبة بتقول خمسة في المية مسموح لك بكام يا باش مهندس تقريبا لو عملنا مع بعض مع بعض كده سبعمية وستاشر في في خمسة سبعمية وستاشر في اه بوينت خمسة تقريبا خمسة وثلاثين نشاط يعني خمسة وثلاثين نشاط نشتغل على خمسة وثلاثين نشاط النسبة عندنا كام النسبة عندنا لو نستعملتها الكالكوليتر اللي بتاعت ال 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 سابقوا في واحد قال سبعة وثلاثين لا اوما خمسة وثلاثين نشاط تمام اه احنا عندنا بقى في التقرير طالع لنا طالع لنا بكام يا باش مهندس ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر نشاط. طب حتيجي تقولي يا باشموندي الكلام ده كله. آآ نقعد ده انا عده بييدك. لا حضرتك ممكن تاخده على الاكسل بسرعة تاخد دي كابي كده وبسرعة الاكسل تيجي عامله آآ كون تيجي عادته لك بسرعة. فاذا نحن بنتكلم في تلتاشر نشاط فاذا النقطة التالتة عندنا باس كده زي الفل النقطة عندنا البرنامج بتاعنا نجح في النقطة رقم تلاتة. تعالوا نخشوا ليه النقطة رقم اربعة هي بتقول ايه ايه ايوة من نفس التقرير يا باشموندي انا عملته لك من نفس الريبورت دي حتجيب برضو نوع الريليشنز. تمام? هو بقول لك الفينش توستار اكبر من تسعين في المية. والباقي اقل من عشرة في المية. طيب عشرة في المية احنا بنتكلم في كام? في سبعين نشاط. هنقول سبعين نشاط. يعني احنا عندينا سبعمائة نشاط يعني على سبعين نشاط. تعالوا بقى نجيبوا نفس نفس النقطة. يبقى ازا النقطة التانية والتالتة والرابعة بيجوا من نفس التقرير اللي حضرتك ايه? اللي حضرتك انا شرحته الحضرتك دي. سبعين نشاط. تمام. آآ باشمونديس بقى تقول سبعين نشاط. طيب. آآ نفس التقرير يا باشمونديس تعال بقى ايه? نجيبه من نفس التقرير اللي احنا عملنا دي. نبدأ نشتغل على ايه بقى نقوله? الفلتر. حتقوله طيب ما تقولي تجيبها فلتر بشانت لا مش موجودة في الفرازة. تجيبها زي ما بنقولها كده. طيب ماشي. آآ ما تجيبش بقى فنش تو ستار لان احنا عافين كل الانشطة فنش تو ستار. حنجيب الانشطة نشوفه كم واحد فنش تو فنش وكم واحد ستار تو ستار وكم واحدة آآ ستار تو فنش. ونجمحهم مع بعض. ما يزيدوش عن سبعين. تعالوا بقى نبدأ بيه الفينش تو فينش ونقوله ونقوله ابلاي اوكي ناكست ناكست ران ريبورت اوكي طيب بدأ يظهر لي بقولك العلاقات الفينش تو فينش وهي على فكرة لما تيجي تبصي لها يا باشمانتس يا علاقات منطقية بيقولك مثلا ويرين كورس بيخلص مع البروجيكت الفينش انا عملت اقفل يعني ايه بيقفل المشروع الباشمانتس ما شاء الله عليه يعني ايه راجل يشكر على المجهود اللي هو عمله دي طيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر انشطة عشر انشطة فينش تو فينش تمام بقلنا كلا من الرصيد بتاعنا كام ستين ايه ستين نشاط تعالوا بقى نشوفوا العلاقة ما احنا جدنا اول علاقة بتاعت الفينش تو فينش تعالوا بقى نجيب العلاقة بتاعة اله 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 الستار تو ستار ونقول له اه طبعا انا معملش فينش تو فينش صراحة يعني ولكن الراجل مجهود دبار عمله مهندس ممتاز جدا والله لا يحضرني اسمه دلوقتي انه بعد في الكلام دي من حوالي اسبوع واكيد هو الراجل شغال في السوق وعارف يعني ان شغل محترم يعني. طيب احنا كده جدنا اول واحدة اللي قال فينش تو فينش وقلنا مع بعض يا مشمانتسين خليكم فاكرين اللي هم كانوا عشرة تعالوا نجيبه الستار تو فينش ونقول له اوكي ناكست ناكست ران ريبورت اوكي زيرو كده زيرو معادش ايه ما فيش ولا حاجة علاقة ما عملش ولا حاجة ايه استار تو فينش اه مشكور اه ازا برضو مازال في رصيدنا كان ستين ستين نشاط نرجع برضو على البريفيز ونقول له الفيلتر اخر واحدة اللي الستار تو ستار ونقول له اوكي ناكست ناكست ران ريبورت اوكي ايوة بدأوا يظهروا شوية انشطة كتير قاوية هم تعالوا بقى نعدوهم للظاهر عامل حاجات كتير ستار تو ستار وطبعا انت ممكن تاخدهم على الاكسيل يا باش مهندس تصدر التقرير دي وتسيفه وتاخدوا قابل على الاكسيل ولكن للسرعة ايه هنبدأ ايه ان نعدوهم احنا هنا لنه مش كتير يعني مدام هم صفحة واحدة ممكن تعدوهم بسرعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد عشرين اتنين عشرين تلاتة عشرين اربعة وعشرين نقوله ايه اه يعني اربعة وعشرين وعشرة اربعة وتلاتين يعني الراجل استعمل خمسة في المية بس من 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 اجمالي عدد الانشطة وبقى ايزن الراجل زي الفل النقطة بتاعته بقى قصة. وكده حضرتك بقى لو عايز تحتفظ بالريبورت دي تقول له يعني تقول له ولكن ما تحتفظ بيه. ليه? عشان انا عايز نعودك لو احتفظت بيه باش ما اندس دماغك حتتوت عليه. وبعد فترة دماغك حتنسى احنا بنعمل ايه? تمام? فانت خلصت كده? قل له ايه? قل له وشكرا على كده. وعرفنا ازاي بنعمله. عا تحتفظ بيه للذكرى. انا مرتبعش النقطة دي. لان لو احتفظت بيه هتعرف الطريقة. ومعادش هتعرف تتعامل ازاي بعد كده. تمام? يبقى ازا ايه? يقول لك انت عايز تلغي الريبورت. يقول له يس اوكي. يبقى كده احنا شيكنا على ايه? على النقطة رقم كامية باش ما اندسين مع بعض. طيب وعرفنا ان ان عدد الانشيطة. طبعا احنا ما شيكناش على الفينش تصار ليه? لان هو كل فينش تصار. يعني انا شيكت على التلاتة علاقات التنين. طلع لي واحدة ما فيهاش. واحدة فيها عشرة واحدة فيها اربعة وعشرين. يعني ازا الاجمالي خمسة وعشرين. اقل من الايه? اقل من العشرة في المية من التوتال تاسك. سيبقى كده ايه? انا كده ايه باص او زي الفل عدة من النقطة رقم اربعة. ازا البرنامج بتاعي نجح في النقطة رقم اربعة. تعالوا بقى نشوفوا الهارد كونسترين. الهارد كونسترين بقول لك وخد بالك انا شرحت كده اقل لك ايه? اللي يابل لون ايه? اخد بالك اللي مالك لانتها دي حلوة جدا. ولازم تاخد بالك منها وتوب حافظها. بقول لك ايه? مع الاخذ في الاعتبار في الحالة الضرورة القصوى. طيب احنا عندينا بقول لك ما تزيدش عن خمسة في المية. الشرط بقول ما تزيدش عن خمسة في المية. وفي نفس الوقت يا بش مهندس ما تستعملش الصوفت كونسترين غير في حالة الضرورة القصوى. تعالوا نجيبوا الشرط دي بنجيبوه مين? بتجيبوا يا بش مهندس حضرتك من نفس اللاج اللي احنا كنا جايبينه. تمام? من نفس اللاج اللي احنا كنا جايبينه. قلت له الاهو. الفقه مفتوح هنا هو. طيب. بقول لك اه بدأ يظهر لهوت. اربعة. طبعا انا مسموح للخمسة خمسة وتلاتين. بس سوعة تمشي على الشرط يا بش مهندس. لان لو مشيت على الشرط عتغرق الدنيا. بقول لك ده الراجل بقول لك مع الاخز في الاعتبار الصوفت كونسترين في حالة الضرورة القصوى. حاطط لك ان انت لو اضطريت. بس ما تستعملش غير الحظ. طيب احنا مستعملين اربعة زي الفول كده. ولو تفتكروا انا قلت لكم هستعمل في الشرح طبعا قلت لكم هنستعمل اول اربع اكسيس ديت. اما الباقيين الاثناشر هم على فكرة هم اتناشر كونسترين. لو هنشتغل على التعاقدة هم اتناشر. بس احنا استعملت اربعة وربطت الباقي عن اه علاقات حرة عشان اتحرك مع البرنامج. ازا البرنامج بتاعنا برضو باص في حالة اللي ايه? البرنامج بتاعنا زي الفول كده في حالة الشرط رقم اه رقم اه خمسة. تعالوا بقى ان ان نجيب ان نشوف الشرط اللي بعد كده بقول ايه? اه الشرط اللي بعد كده. اه الهاي فلوت. الهاي فلوت بقول لك كزا كزا لا تزيد عن خمسة في المية. بقى ازا الانشيطة اللي هتزيد عن اربعة واربعين يوم في الفلوت ما تزيدش عن خمسة وتلاتين نشاط. تعالوا نعرفوا نجيبهم منين? كده احنا عرفنا اللي فات كله ازاي بييجي? دي بقى هتيجي ايه? هتيجي فلاتر يا باش مهندس. هتيجي ازاي فلاتر? هتيجي حضرتك جاي على اي فلتر كده وتقول له مسلا اول نيو فلتر. وبعدين هتقول له ايه? اه التوتال فلوت هو التوتال فلوت اه اه عايزو اه اكتر من اربعة واربعين اربعة واربعين يوم وقول له اوكي وقول له اطلاي هو دي نفس الفلتر اللي هنشتغلنا له اه هو ده هلتعلم عليه اطماتيك اطلاي اوكي اه طب كده يا باش مهندس هنعدوهم ازاي? طب انت قلت لنا المرة اللي فاتت ان التقرير ممكن تاخده على الاكسيل اللي وتعمله. دي بسيطة جدا تحول كأنها اكسيل. تقول له ايه بقى اول حاجة ما تعمل ليش تخش اهوت عشان بس السرعة انا دخلت ازاي باش مهندسين انا دخلت على تاني دخلت على وقلت له انا مش عايز اي لو تفتكر انا عملت الكلام دي فين? كده انا راجع الاول ثلاث محاضرات. اه تراجع محاضرتين. يا باش مهندس اللي كاتب هنراجع ثلاث محاضرات. انا المحاضرة اللي بعدك جاية هتكون خاصة ازاي تذاكر الكورس? هشرح لك ازاي تذاكر الكورس? انت هتذاكر عتراجع محاضرتين بس. بس انا هنقول لك ايه ازاي تذكر الكورس? في المحاضرة الاخيرة هتكون خاصة باجابة الاسئلة وازاي تذكر الكورس? اه تمام? اه بعد كده يا باش مهندسين انا لو تفتكر انا قلت وانا بنعمل التقرير الروبورت فقولت له انا مش عايز اي ايه ايه اي جروب انسورت? اه عايزها ايه عايزها لان? عشان تيجي تحت زي بعضها كده وتقول له اوكي. ابل اي اوكي. ظهرت لنا هيت بنفس الطريقة كاين نوكسل شيد. طب تعال اكاون انت بتدوسك لك كمين? تمام? وتقول له ايه? line number. line number ههوت بدأ يجيبهم لك ههو. تمام? بدأ يعدهم ليه كاوت? وتماتي كاوت بدأ يعده كاين نوكسل ههو. بيتيجي نزل على اخر واحدة كده? وعندنا ايه? عندنا اه واحد وعشرين ايه? واحد وعشرين نشاط. طب انا مسموح لك يا باش مهندس مسموح لك خمسة وتلاتين نشاط. وفي نفس الوقت برينسي المهندس اللي بعت التقرير دي واللهء. آآ آآ الانشطة كلها سبعة واربعين واربعة وخمسين. يعني قريبة جدا. ما فيش حاجة ما فيش حاجة طايرة. grant ما فيش حاجة طايرة في الهواء ما فيش ميتين وتلتميات زي ما بتشوفوه. تمام? اهيقة كلها تمانية واربعين وخمسة واربعين واربعة وخمسين. ومع ذلك ما تعداش الشرط يعني هو ايه دا الرجل يعني واحد وعشرين نشار. تمام? كده ايه انا جدت اه 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 شيكت على الشرط رقم كام? رقم ستة. تعالوا نشوفوا بقى بعد كده ايوة شرط رقم سبعة. شرط رقم سبعة بتجيبه ازاي باش مهندس? طبعا لنشوفوا النجاتي الفلوت بقليه في الكنديشن. طبعا ما فيش نجاتي الفلوت بس انا اراجه معاك. اهول. no and completed should have total float that is less than zero working day. ما فيش اي نشاط يا باش مهندس يكون لسه شغال او او ما بداش يكون الفلوت النجاتي الفلوت بتاعه اه اه يكون معاه نجاتي الفلوت. اذا ما فيش مش مسموح مش مسموح معنى الجملة دي. no and completed activity should have a total float that is less than zero working days. تمام? اقل من اه اقل من يوم عمل يعني اقل من الصيف. يعني مش مسموح باي انشطة وبالشرط دي غير مسموح. اذا لما تعمل فلتر مفروض يطلع معك ولا نشاط. تعالوا بقى نشوفوها واحنا شغالين زي ما احنا كده على الفلاتر نقول له ايه? نقول له نفس الفلتر يعني العملية سهلة وبسيطة تقول له modify. تقول له بقى ايه اه 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 اللحظوا ان احنا نفس التقرير احنا بنعمل كنا بنعمل التقرير بنفس اه بنفس الفكرة وبنعمل الفلتر بنفس الفكرة. احنا قولتلو اه طول التوتال للهاتر اه از زان listing زيرو ايه زيرو دال. تمام يا بشمهندس انا ايه? بنقول له ان ان التوتال بالوت اقل من ونشوف. لو طالع انا شغال انشط انا عندي مشكلة مفروض تطلع للصفحة دي بيضة ونقول له apply ونقول له إذا نضع باس في النقطة ديه يعني كده زي اللي كده البرنامج بتاعنا نجح فيه النقطة رقم آآ رقم كام رقم سبعة تمام». تعالوا بعد كده النقطة بعد كده النقطة رقم كام رقم تمانية. احنا كده شركنا على سبعة النقاط. تعالوا على نقطة رقم تمانية. النقطة رقم تمانية بتقول لك ايه 可以 ازا عدد الانشطة اللي بتحتوي على اا 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 اكتر من اربعة واربعين يوم ما يزيدوش عن خمسة بالنسبة لبرنامج بتاعنا ما يزيدوش عن خمسة وثلاثين نشاط. فعالوا انشوفوهم على بنفس القصة على 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 بنقول له بقى الفلتر هيكون بقى ايه بقى الفلتر? نفس الفلتر دي اللي احنا اشتغلنا عليه هتقول له بقى ايه? اا او دوريشن. خد بالك بشواندس. الوريشن دوريشن. ايز. ايز جريتر ذان ايه. انا بنقول له ايه? المدة الفعلية للنشاط. هاتلي المدة الفعلية للنشاط اللي اكبر من اربعة واربعين يوم. تمام? وتقول له كده ابلاي. ابلاي وكده اوكي. الله كده ما فيش غير نشاط واحد. واللي مركز معايا يلاقيني ان انا اتكلمت على النشاط دي وقلت لك ده ان النشاط دي خاص بالمقاول التاني. الناس اللي مذاكره بعايا هتعرف ان النشاط دي كان خاص بالمقاول التاني. طبعا دي مش شغل المهندس اللي بقى التقريب ده الشغل. طبعا انا بقى اكيد يعني ايه? كنت انه لم زبطه يعني. بس هو مشكور الراجل عامل شغل حالي. تمام? ازا النشاط? تمام? يا بش مهندسين اللي يبعت بس انا بنشغل بالرسائل. يعني ايه? ما حدش يقول تمام اوكي اا لان انا بنبص عليا فبتشتت انتباهي. لو في سؤال يبعته يعني او اي حاجة انا عملتها غلط يبعته. او حد ما عندوش صوت ولا حاجة. اه ازا كده ايه? انا مسلوح لي بخمسة وتلاتين نشاط ما فيش غير نشاط واحد. والنشاط دي اصلا مش مش من يعني مش من حق اي حد يتكلم علينا انه شغل مقاول تاني. كده البرنامج بتاعنا في التمن نقاط يا بش مهندسين ايه? اه في التمن نقاط اه زي النقطة بقى النقطتين اللي بقيين من العشرة. تعالوا نتذكرون مع بعض. ايوة احنا كده شيكنا على اللوجيك والليدز واللاجز والرليشنشيب والهارد كونستيرين والهاي فلوت والنجات الفلوت والهاي دوريشن. الريسورس. مش هنشيك عليها قصلا الريسورس. ليه? احنا عارفين ان احنا محملين الريسورس. خليه يبص زي ما عايز ويعمل تقارير وطلع اللي هو عايز. وكده كده انت محمل الريسورس وعارفة. مش محتاجة تشيك دي. بقينا نشاط اللي هو ايه? الناس بقى اللي هتفتكر معانا اه تعالوا بقى النقطة نقطة رقم اتناشر. نقطة رقم اتناشر. فين اهيت? ايوة. في النقطة رقم اتناشر بقول لنا حط ستمائة يوم اهوت. بقول لك ايه? ضيف ستمائة يوم على المصار وشوفو. هيتأثر بنفس المدة ولا لا? طبعا انا مش هشرح دي لان انا مشروحة قبل كده فانا بننقض بس الحدة. يبقى ازا التشييق. تعالوا بقى نشيكوا على النقطة رقم اخر نقطة معانا. اخر نقطة معانا ايه? نشيك عليها. نقول له ابلاي بس الاول كده ونرجع ايه نرجع البرنامج بتاعنا لوضعه الطبيعي. ونقول له اه دابيو بي اس اه دابيو بي اس ليفل ابلاي اوكي. عشان نشوف بس ايه الكريتكالباث? تعالوا بقى ايه? ايه بالستارك. واعمل لي بقى فلتر على الكريتكالباث تابيو شمهندس? تمام? وقول له ابلاي اوكي. وممكن حضرتك تيجي واقف على اه النشاط ده. ماشي ممكن هو انابل او او الكريتكالباث. اه وادا انا عايزين نقول له ايه بقى? انا عايز نقول له عشان تقبل عملية واضحة معايا كده. اوكي. اه فيه النشاط عايز بس انه بنضيفه عليه خمسة. اختاروا ادى الكريتكالباث. احنا ظهرين في حاجة تانية مش كده الكريتكالباث. اوكي. ظهرنا الكريتكالباث. طيب في اول واحد ممكن اه اربعة وتلاتين. ممكن نضيف ديه باش مهندس نقول له ستمية اربعة وتلاتين. تمام? ستمية اربعة وتلاتين. وتقول له ايه? وتقول له انا اضيفتي ايه ستمية يوم وتقول له ايه? تمام? بصة باش مهندس. لحظوا انه اداني كام ستاشر ديسمبر. ستاشر. رسالة جد نشوف نهاية المشروع الاول. طيب ماشي ما احنا عارفين نهاية المشروع باش مهندس. الشيل اهوت الصيف. الشهول ايه? الشيل الستة. انا كنت بس بنجيب رقم كنت بنظهر على النشاط في عشر وبتعشها من اللغباتش. بس طبعا ايه? خلينا فاكرية. اهو. ادى ادى باش مهندس اه ادى المشروع اهوت اه من غير اه 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 خمستاشر يناير اتنين وعشرين يا باش مهندس. كده خمستاشر يناير اتنين وعشرين. هنضيف ايه زي ما قال لنا ادي اسم ايه? هنضيف ستة مية. مفروض بقى ايه وتقول له سكادول. هو ليه الهدف هو ستة مية على فكرة مش ستاندر باش اقول لك اضيف مدة كبيرة قوي. تشوف هل هي البرنامج هل المصار دي المصار الحارج وهمي ولا مصار حقيقي? حل هيحرك عيدف طبعا زي ما بقولوا هنا في الدول الخليقي حيدف في البرنامج بنفس القوة بنفس التاخير ولا لا? ولا في بيديك نتائج مضللة. طيب ادانا كام? ادانا ستتاشر ديسمبر تلاتة وعشرين. طيب. هتعمل هتعمل لي يا باش مهندس حضرتك? هتيجي داخل بسيطة خلص على كده. وهتقول له المشروع بتاعنا كان خمستاشر. اه تقريبا جان. اه الفين اتنين وعشرين. ولو فيه غلط يا باش مهندسين زكروني زائد سبتمائة يوم. تمام? قبل ما تعملوا المعادلة يا باش مهندس لازم المدة دي تكون اقل يعني قبل ما نقولوا اه دي زائد دي تدينا رقم. لازم يكون قريب جدا من دي بس اقل من ستاشر ديسمبر تلاتة وعشرين. ما يزيدش عن ستاشر ديسمبر تلاتة وعشرين. هيكون اقل مسلا بخمستاشر بعشرين يوم اه بالكتخر. ليه يا باش مهندس? لان البرمافيرا واخد الاعياد معها. واخد الاجازات معها. والاكسل ما بيفهمش الكلام دي. الاكسل بيطرح لك تواريخه وبجمع لك ايام فمدخل الاجازات. تمام? طيب. اه رسالة جد. طب ممكن نضيف اه اه او سنتين عشان يكون سهل. يا باش مانت انا بنشتغلك شرط انا بنشتغلك شرط في الديسم ايه? احنا ضيفنا ستمائة يوم. ضيف زيما انت عايز وشوه? طيب? انا بقولك بس ان لما نيجي نشتغل على الاكسل مفروض ما يعديش الرقم دي يكون اقل منه. تمام? ليه اقل منه? لان البرمافيرا واخد الاعياد معها واخد الاجازات معها وبالتالي مزودة. اما الاكسل اللي تعالوا بقى نشوفوه احنا قلنا ايه? هنقول له المعادلة دي بتساوي ايه? بتساوي دي. اه التاريخ ده زائد ستمائة يوم. اه هو ادك ايه? سبتمبر. ادك اه تلاتة وعشرين ايه? اه سبعة ستمبر تلاتة وعشرين. تمام? والتاريخ بتاعنا هنا دي ايه? والتاريخ بتاعنا ايه? ستاشر ديسمبر. يعني انت بتكلم في حوالي تلات شهور اه احنا اكتوبر ونوفمبر ونص ديسمبر. شهرين ونص. الشهرين ونص دولة اللي هما ايه? اللي هما الاجازات. تمام? اللي هي الجمع واجازة العيد الاطحى وعيد الفطر وجمع هو الكلام ده كله. فمديها لك ايه? الفرق. تمام? ازا ايه? ازا ايه? ايه الرقم دي لازم يكون اقل عشان بس هي التركة من كده. يكون اقل من الرقم اللي طالع لك من البرمافيرا. واضحة بطريقة سريعة قبل كده كانت اه والين صارت اه واضحة بطريقة سريعة من قبل كانت متين ستة وتلاتين. انا مش فاهم والله. طب نضيف. مش فاهم والله يا بيش مهندس. يا بيش مهندس يا بيش مهندس يا كتب اربعة وتلاتين يوم. احنا حطيناها ستمائة يوم. اه اه تتكلم على طيب ماشي انت يا بيش مهندس لا لا لو عايز تفهم الحتة دي. لا لا لها تريقة تانية بقى. هشرحها لك بقى دي القصة تانية هشرحها لك من ايه? اه? لان هي لضيف المدة اللي احنا ضيفناها خاصة بالكريتكال باس. تمام? ويه دي خاصة بالكريتكال باس والكلام ده كله. تمام? لاحظ بقى لو لو تيجي تفتح كده هتلاقي زادت هين. هو بيحسب يا بيش مهندس هو تدافل مع بعضها يا بش مهندس. يعني انت فاهم? ولازم تكون ايه? ولاحظ لاحظ مدة طبعا انت اللي ما تيجي تحسب مسلا فيها بص يا بيش مهندس. بس انا بحب شكروت اي حاجة فعايز اشرح حالك. بتساوي سالك لا ما هي كانت سالك يا بيش مهندس. حاليا سالك هيبص عليها حاليا سالك. البش مهندس اللي بتكلم على كانت ستمية وكسور وحاليا ستمية لان احنا آآ تمنمية وكسور. تمنمية لان احنا ضيفنا مدة كبيرة يا بش مهندس. دي مفروض مفروض تكون هي بتقرأ منين ده هات باختصار. دي خاصة بايه? من بداية المشروع تمام? لي آآ وحتى البش مهندس بادئ ايه آآ بادئ بسبعة وعشرين اكتوبر عشرين عشرين يعني بادئ بالمدة قبل ايه تقريب انا واخد بتاعته بدايب سبعة وعشرين آآ اكتوبر آآ عشرين عشرين وخمستاشر ايه خمستاشر يناير اتنين وعشرين. ما علينا هو خطأ غير مقصود منه. وبدأ احنا كان تاريخنا تاريخ بداية المشروع الكسط اصطادي واحد يناير عشرين عشرين ولكن هو بدأه بتاريخ قبل. ما فيش مشكلة الخطأ دي خطأ محمود او هو افترض افترض بداية المشروع عنده سبعة وعشرين اكتوبر. ما فيش فيش اي مشكلة. دي معناها ايه اللي انا واقف علىها بالموز دي يا بشمهندس. هي من من سبعة وعشرين اكتوبر لخمستاشر يناير. تمام? اللي هي سنة وشوي. لما احنا ضيفنا لما احنا ضيفنا يا بشمهندس على على الخمسين ده هيكت مش متذكر انا ضيفت الرقم فين على اربعة وتلاتين او الخمسين ايا كان. اديتنا ستمية اه او تمنمية وكسور. ما هي تمنمية وكسور ما انت ضايف ستمية وكان وكان كان 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 متين اهوت لو نعمل فلتر تاني على على عايدين مدة ايه? اه انا عملنا فلتر على كريتكال. تمام? ويه اه اسكادول. اه ادي مدة المشروحية مدة الكريتكال. طيب كانت كانت الشاهد من كده ان هي كانت كانت اه الله ما صلى الله عليه وسلم صاف كانت تمنمية وكسور لا او مش عارف اي ان كان الرقم اللي كان طالع ما هو ضاف الستمية. شاهد من كده ان الستمية انضافت هنا. الستمية انضافت على الخمسين او على الرقم اللي احنا ضيفناه. تمام? فدي اديتنا ايه? اديتنا والتاريخ دي عشان الفلتر حضرتك انت قلت التاريخ دي عشان الفلتر. فيا الموضوع ايه? بس اقعد مع نفسك شو اعتفها ما يعني اعملها مش ايه? مش 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 صعبة يعني ايه? ان احنا نتنقش فيه. تمام? طيب. بعد كده يا باشمهندسين انا ايه? فالفاضل حاجة من الحاجات اللي احنا بتشيك عليها كده اسم ايه? لا تقريبا ما عادش فاضل حاجة. شيكنا على وطلع وطلع النشاط وقلتلك على التركة ان لازم التاريخ ده هو تكون في الاكسل اللي ظهر من الاكسل اقل من التاريخ اللي طالعلك في البرمافيرا لان دي ما بياخدش الجمع والاجازات والكلام ده كله. اما البرمافيرا واخد ايه? واخد الجمع في الاعتبار وبتتعامل على ايه? على الاعمال العمل. تمام? اه تاني حاجة يا باشمهندس اه ايه اللي احنا نشيك عليه تاني? خلاص كده احنا شيكنا على كل الانشطة لو تفتيكوا وانا بشرح لكم كنت تقول لك انا خليك تعملها بثواني. طيب. كده انت عرفت ازاي بتشيك? وعلى فكري ما تشتغلش الاكسل اللي هو شغل افراد. يعني في حاجة اسمها انا هبعته لكم. تمام? بس ما تشتغلش عليه. انت عرفت ازاي تشيك البرمافير. ودي بتخليك في الاجتماعات كده. بتخليك يعني لما تخش على الفلاتر وتشتغل وتعمل وتحرك البرنامج. بيديك صفورت قوي ان الراجل دي فاهب. مش بيجي عامل على 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 الريدر انا لو هاجيبه دلوقتي هطلعه ومش عارف انا حطه فين والله كنت عملت لكم تشك عليه يعني. اه اه مش عارف والله انا فين موجود الريدر. هو عبارة على اللي كده بتصدر البرنامج برة وبتحطه فيه وانه وتيجي عامل تقول له انت انا عبقى اعطوك ومو انت عتشتغل عليه مع نفسه. ولكن ما بجيب لكش كل الاتشيكات دي. بجيب لكش كل الاتشيكات لا بجيب لك للنجتي فلاج ولا البوزة فلاج ولا الكلام ده كله. دي من ضني الحاجات اللي انا شيكت عليه بسرعة كده. وانت ليه محتاجه بقى? انت مش محتاجه حاليا. حاليا انت مش محتاجه. بدأت تشيك بالبرمافيرا ومشتغلتش ما استعملتش اي حاجة غير البرمافيرا. انا شغلت البرمافيرا انت تشيكلي على تمام? ودي زي ما قلت لكم الحاجات دي يعتبر حصريا ان اجتهاد شخصي مش مش مقري في كتب او علمي في كتب يعني. هي مجرد محاولات وترايق انا ايه لو وصلت للنقاط دي. وبلقت ازاي نشيك على الدي سيم ايه من طريق البرمافيرا. بعد كده يا بش مهندس ايه اللي احنا هنكملو بيه النهاردة? هنكمل النهاردة يا بش مهندس هنعمل ازاي نطلع تمام? كده شيكنا. برنامج بتاعنا طلع زي الفل. اه وخلصنا تشيكوات في ساعة اللاروب. اه او تقريبا احنا بدين تسعة وربع يعني تقريبا في نص ساعة. اه هنعمل الريبورت. تعالوا مع بعض بقى نعمل الريبورت. هنقفل بقى دي لان ما عادش عايزينها تبسين ايه? دي برضو خلاص اه ما عادش عايزينها. هنعمل الريبورت. فين بقى الريبورت يا بش مهندس انا قلت مجاهز هوا تريبورت عشان نقتدي به. اهو. بتبدأ اول ورقة دي انا شرحته قبل كده بس بسريحة دلوقتي يجيه وقته ان انا اشرحه بالتفصيل. بتبدأ اول ورقة بتحط مثلا اللوجو بتاع المقاول واللوجو بتاع الاستشاري واللوجو بتاع المالك. ويا حبازة لو عملت نفس التقرير ده هو انا مش اه يعني مش اه مش هعمله لانه زي. ويا حبازة لو عملت الخلفية بتاعت ايه دي كله شغل يا بش مهندسين. يعني بتجي عامل ايه الخلفية كده بتاعت المشروح تحت. وتيجي حاطة اسم المشروع. وتبدأ. تاني حاجة تاني الصفحة بتكون المحتويات. يبقى ازا اول صفحة عندنا هنا سواء في التقرير ده او في التقرير اه اللي احنا كنا فتحينه ده. تمام. اه اسم اه ايه هو نوع البرنامج اللي انت مقدمه? بص يا بش مهندس اذا اول حاجة مع بعضا عن عن افض فيوقت عشان تلكم فاهمين. لان دي مجرد شرح مش هعمله بايدي. اه مش محتاج هعمله بايدي يعني. اه المقاول الاستشاري لازم يكون في النص يا بش مهندس لانه حلقة وصل بين المقاول والمالك. يعني انت في الترتيب برضو لازم تحط الاستشاري في النص. والاور بيكون مسلا موجود على اليمين او الشمال بس الاستشاري يكون موجود في النص. طيب ايه نوع الحاجة اللي انت بتقدم هي هل هي هل هي اه مستر سكاجول ولا ريكوفري ولا ريفايز. هتقول له والله دي مستر سكاجول. طيب هو كان. ما ممكن كنت طلعت عليه ملحظات. وقدمت وطلع ملحظات. لا طيب. نوع المشروع اسم المشروع ايه. اه كزا 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 مثلا نوع في مدينة الصناعية ايه ايا كان اسم المشروع بتاعك حطيته ايه? حطيته اسم المشروع. يبقى اذا نوع اه 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 طبيعة البرنامج اللي انت مقدمه مصدر ولا ريفايز ولا 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 بتاعه واده اسم المشروع والكود بتاع المشروع. دي في اول ورقة. تمام? تاني ورقة بتخش فيها تخش على المحتويات. ايه هي المحتويات? بتقول له اللي انت مقسم عليها المشروع بتاعك او السكاشن سكشن وان سكشن تو سكشن شري وهكذا لحد سكشن سبعة. ايه هي الموجودة في السكاشن? اول حاجة هنتكلم على معلومات عنا عن المشروع. بنبدأ نشرح المشروع وطبيعة المشروع. والمشروع بيتكون من كزا زونز زي مثلا ايه لو فتحنا التقرير التاني بقى دي نبدأ نستفاد ايه? اه من 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 جينرال اتلاقي نفس القصة كده اهود. اتلاقي نفس الترتيب يعني ايه هي ايه لما نيجي نازل عليها كده اهود بدأت نتكلم ايه? اده اسم المشروع وهكذا وتأسيم المشروع وان المشروع متأسم لزونزو الكلام ده كله بتبدأ ايه? بتبدأ تشرح اه بتبدأ تشرح اللهم صلى الله عليه الصفة تبدأ تدي معلومات عامة عن المشروع بتاعك. انا فتح الحاجات دي كتير اوي انا مجدش اخد بالي انها متفتحة كتير هنا. تمام دي اول واحدة وده تاني واحدة. تمام. يبقى ازا اول حاجة معلومات عامة عن المشروع. طيب وبعد اكتاني حاجة بعد كده انت بعد ما شرحت. ليه انا بتعمل الحاجات دي يا باشمان. الكلام دي هتعمله في الكلام. وممكن هنستعرض لكم كلم لما يجي الوقت. انت بتفترض ان الشخص اللي هيراجع ما عندوش واحد في المية عن المشروع. ما عندوش اي معلومات نهائية عن المشروع. بيحب نهزا جدا لما لقي بلانر شطار وعملين برنامج زمني. ويجي مقدمه زي ما هو كده. دي خلاص هو هو البرنامج. الراجل اللي عرف اسم المشروع ولا عرف مكان المشروع ولا عرف المشروع شكله ايه. ولا لازم بتاخده واحدة واحدة بتنقله step by step انه يفهم قبل ما يخش يراجع البرنامج. فانا اول حاجة كلمته عن المشروع. وقلت له ان المشروع بتاعي متأسم في المعلومات العامة دي. بعد كده بعد كده هتوريه المشروع. منطقي انه ان انت هتوريه المشروع. تمام? فبالتالي بتقل بتعمل ايه? بتديله ومتأسمة لزونز وان الموقع متأسم لزونز عشان كده او هي دي بقى القصص التي بناء عليها تم اعداد البرنامج الزمني. تمام? بعد كده نقق رقم رقم تلاتة واللي انا عارف ان الموضوع دي سهل وبسيط لو حد عدت منه حاجة مش هعمله بايدي. لان لو عملتوا بايدي هيا خدوة. لو حد عدت منه حاجة يبعدت لي في الرسائل انا متابع الرسائل. بعد كده اي رموز او اختصارات استعملتها في البرنامج برضو ليه? الحاجات دي مهمة جدا باش نهاندس. انت ساعدتك بحافظ مثلا ايه? احنا بنقول مثلا ايه? طيب هو ايه عرفه? ومسلا ويرن كورس. احنا لاحظوا ان احنا كنا عاملين كورس كتبين ويرن سي. ممكن الناس تعملها دابيو سي. ما هي اسمها ممكن تختصار دابيو سي. الراجل هو ابراجح يقولك الدابيو سي دي الحمام مسلا حمامات ولا معناها ايه? فلازم تقدم حاجة اسمها وزي ما قولتلك الحاجات دي حصرية باش تتعلموها مش موجودة قبل كده. انا الحاجات دي ضفتها من من البحث العلمي او من رسائل الماجستير بتاعته انا شغلت بطريق التقديم رسالي. يعني الحاجات دي انا تعلمتها ازاي نقدم رسالة علمية. فضفتها في شغلي. تمام? فيا ريت نركز مع بعض. وناخد الكلام دي الاهمية لانه حاجات مهمة وما تشرحش قبل كده. مش لازم يكون في الاول اه سامبل. يا باش مهندس ما اه ها جايلك جايلك جايلك. بعد كده بتقوله اه السامبلز يا باش مهندس اللي انت بتقصدها سامبلز ايه يعني? يعني مش لازم يكون في الاول اه رموز اصدق مش سامبلز. ما هي الاستوف سامبلز انا برفياشن ما هي دي خاصة بالرموز بتقوله ايه انواع الرموز الا انا هستعملها الا انا هستعملها في البرنامج بتاع. وحضرتك لو لو فتحت اي رسالة علمية او اي فيسيس ساين فيسيس حتلاقه بنفس الطريقة متأسمة. لزالك انت لما بتقرأ كتاب هو اللي عمل الكتاب يا باش مهندس باختصار كده اللي عمل الكتاب قعد معك? لا مش قعد معك. ما اللي انت بفهمت الكتاب ليه? فهمت الكتاب عشان هو حطه بطريقة انه مش موجود معك وانه عايزو وصل لك فكرته. انت نفس القصة بتعمل البرنامج بتاعك ان انت مش موجود مع المراجع وعايز توصل له فكرته. تمام? لزالك في الكتاب بتلاقي اي كتاب اي كتاب علم بتلاقي بتكلمك عن مقدمة. ولو عنده ولو عند البرنامج اه 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 السايت اللي قوت مثلا اللي هي باختصار في الكتب مثلا ان اللي هي الفصول وان الفصل متكون من كزا وان كل كزا كزا متكلم لو رسالة علمية يعني. وبعد كده بيقولك لو في رموز ولا الكلام ده كله. وبعد كده دي نفس طريقة البحث العلمي عموما يعني. اه بعد كده بنخشه على وطبعا يا بشمهندسين دي اقول فيكم اجتهاد شخصي لو اي حد هيطور يا ريت. يا ريت يا بشمهندسين اي حد يطور يبعط لي الحاجة دي او ضف معلومة او عملها طريقة احترافية احسن يا ريت يبعطها لنا عشان نستفد منها بصراحة. تمام? بنخش بعد كده على بتبدأ توضح له وبعد كده ايه يا بشمهندس بعد كده انت خلصت عا تبدأ تدخله في الجدول الزمني واحدة واحدة. ايه هي الواحدة واحدة? بتقول له والله حضرتك لو عايز تاخد معلومة صغيرة عن الجدول الزمني اذا سامري اهو مختصر. بتقدم له مختصر للبرنامج الزمني. بعد كده حضرتك تيجي ندخلوا على بتقول له اذا المصاري الحارج بتاعي. وبعد كده ممكن في حتة حقا تانية كنا بنشتغلوها في المترو اللي هي نير كوريتكال. ولو انتو حبينها دي مش مشهورة جدا. بس لو انتو حبينها ممكن اوضح لكم ازاي تعملوها. يعني بتظهروا الكوريتكال باث. الانشطة الحارجة. والانشطة الاقل من الحارجة. الاقل من الحارجة دي اللي هي بتاحها اقل من عشرة ايام. يعني في يعني في ما راجح تقول لك اقل من عشر وفيما راجح تقول لك اقل من ست ايام اللي هو اقل من اسجوع عمل يعني. تمام? طيب. بعد كده حضرتك هو الراجل فهم السمر وكتفى اوكي وخد الكريتيكال بس وكتفى اوكي ما اكتفاش يخش على والكلام ده كله ويبدأ يخش شوف المعلومات. تعالوا نشوفوا بقى الكلام دي اول دي اللي احنا اتكلمنا عليها بتكلمت ازاي? ادى اول بتيجي او الفصل ازا كانتك في كتاب انت بتقدم البرنامج زمني كأنه رسالة علمية صغيرة. ادى السيكشن الاولاني او الفصل الاولاني عمل حج اللي هو بعد كده اه بدأنا نتكلم على المشروع. اسم المشروع. مكان المشروع. الكود بتاع المشروع. مالك المشروع. الاستشاري المشروع. نفس القصة يا باش مهندس. استشاري المشروع. اه مقاول المشروع. مدة مدة المشروع. تمام? وبداية المشروع. خد بالك بقى في حتة هنا انا عن اتكلم معك فها بالتفصيل شوية دي كانت يوم كزا كزا. وهنا نهاية المشروع. وخد بالك ظهرت حاجة هنا هي مش هتلاقيها متعودة. دي حالة خاصة برضو اللي هي تاريخ تعليق المشروع. ايه بقى ممكن تضيفها برضو لان دي حتة حلوة. المشروع المشروع اللي معنا دي دايما المشروع تلاقينا شغال فها تلاقيها مع قربة وفها كلها مشاكل. في كيس استادي التاني. على فكرة بالمناسبة دي الكيس استادي التاني اللي انا اشرح لك المحاضرة الجاي. الكيس استادي التاني دي باش مهندس. المشروع كان بدأ في اربعة ديسمبر الفين وتسعتاشر. وحصل له يوم اتناشر مايه عشرين عشرين. اللي فاكر التاريخ اتناشر مايه دي عشرين عشرين. لو تلاحظوا منظمة الصحة العالمية كانت يوم احداشر مارس. اه عشرين عشرين اعلنت ان كورونا وليس ابيداميك. كان في فرق بين البنداميك وليابيداميك ان دي جائحة وليست اه اه و ليست وباء والجائحة عام الوباء. فكانت فجيب بعدها المالك اللي وكان احداشر احداشر مارس الفين وعشرين. منظمة الصحة العالمية أعلنت ان فيروس كورونا هي دي جائحة وخدوا الحظ والتورانة اتقفلت وبتاة فالمالك جيب بعديها بحوالي مسلا اه بنتكلم حوالي شهرين. هي كانت احداشر او اتناشر مارس اه اتناشر مارس جي هو بعدها بشهرين وقف المشروع عمل للمشروع يبقى اذا انت بتكتب في المعلومات للراجل اللي هيراجع ان خلي بالك عامل حاج ان المشروع دي وقف يوم اتناشر مايه وبعد كده وبدأ ايه يشتغل تاني المشروع يوم كام يوم سبعة فبراير واحد وعشرين تمام ويه الكالندر البروجيكت كالندر الكالندر المستعدمة المستخدمة في المشروع ويه البروجيكت زونز قالك ان المشروع متقسم لتلاتة زون اكوردينج تو سيكشن اه اتنين فيجر وان سيكشن اتنين فيجر وان اللي هتلاقيها مثلا ايه فين الفيجر وان سيكشن اتنين سيكشن يعاني جنوصل لها دلوقتي اللي هي سيكشن اتنين اللي هي دي تمام بعد كده من المعلومات العامة يا باش مهندس بدأ يعمل ايه بدأ يقول لك تشيكليست اكوردينج تو مودن اه تشيكليست ايه هي مودن تشيكليست دي خاصة بيها بس هتلاقيها من الديسم ايه ومعدلة عليها. طيب لو ما فيش. يبقى ازا في الصفحة الاولانية انت بتحط المعلومات العامة دي طبعا انت لو ما عندهش اصفيند ولا رسوند ما تحطهاش. ولكن تمشي بنفس الترتيب. طيب في الصفحة التانية لو انت ما عندكش ما عندكش ما عندكش شيك ليست خاصة بالالاونر. على فكرة شيك ليست خاصة بالاونر هتلاقاها هي هي ايه بالزبط? ويه لو هتها رجعوها كده مع بعض مثلا نقول لك ايه مسموح بالفينش اه بالفينش توستار والستار توستار اما الستار توفينش والفينش توفينش مش مسموحة. ومسلا وان وان الكريتكال بات ما يزيدش عن كزا كزا دي ممكن نشايك عليها مثلا ان ما يزيدش عن عشرين في المية. وما فيش مرجع علمي بقول الكلام دي. كل المرجع العلمي متخبطة في بعضها بقولك من ستة لخمسة وترتين في المية باشو ما عند يسير. واللي يلاقي مرجع علمي ثابت. المعلومة دي يريدت بحسننا فيها ان الكريتكال بات ان 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 اجمالي عدد الانشطة ما هو بقولك ما يزيدش من عشر العشرين في المية. طيب هل في مرجع علمي? انا بحس ما لقيتش اي مرجع علمي بتكلم على الكلام دي. في بروتكول والبروتكولات دي قالت من ستة من من ستة ونص تقريبا الحد خمسة وتلاتين في المية ودي حسب طبيعة الجو حسب الاماكن والكلام ده كل. تمام? طيب انا لو المالك ما عندهوش تشيكليست زي دي. طبعا المالك عنده تشيكليست. طبعا هو صح صح انا احنا بنقوله شيكنا عليها صح صح انا كل الحاجات اللي انت بتقول عليك بقولك ان البرنامج يتقدم اه اكسي ار طريقة التقديم وان الاسكادول ستاربريزم كذا 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 وان الو بي اس مسلا اه بيتكلم هنا بقولك فيه كان حاطة ستاندر دو بي اس طبعا احنا اشتغلنا دو بي اس هنا من 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 نفسنا ولكن هو هنا بقوله حاطط لك ستاندر خاصة بمودن مودن بروشيت خاصة وان يعني عموما ايه بيوصف لك حاجات كلها بسيطة جدا وان انت تكون مغطي بتاعك والكلام ده كله وان الو بي اس تكون متوضحة وان الانشطة تكون اه واضحة المهم حاجات كده ايه اهو اتقولك ان الانشطة المتغطية اه اه كبر ذا اسكوب افورك طيب يعني مغطية كل الاعمال بمعنى ان انت لو اشتغلت بنفس الطريقة لو اشتغلت بنفس الطريقة بتقول نفسك بتحط على كل الكلام دي صح 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 لان انت شغل صح طيب لو المالك لو المالك ما عندهوش تشيك ليست خاصة بيه بتبدأ اهو زي ما عملنا في نفس الكلام اهو ده ده نتكلم هنا وبنتقسم اهو نقسم لزونز والكلام ده كل الخلاص الصند اللي احنا شغلين عليه تمام طيب لو المالك ما عندهوش بتقدم له انت تقوله حاجة بسيطة باختصارة هاي ادى الاحداشر تشيك ليست اهوة اه طبعا هم عشر احنا شرحنا عشر باش مهندسين اهمت العشر اللي احنا شرحناهم بس الاحداشر دي اللي خاصة بالكريتكال بات اهو قلت له ان الكريتكال بات ايه عشرين في المية يعني دي النشاط وزي ما قلت لكم ما فيش مرجع علمي ليه اه اه عرفتوا ازاي انتوا تشيك هاي لو هو مش كاتب مش حاطت لك الشيك ليست ولو هو حاطت لك الستاندر ممكن مسلا في ال في ال ديوريشن يعني من ضمن لما تيوبا باختلف مثلا ال الشيك ليست بتاعت الكالندر ده هي عايز نتأكد منها يقول لك ان المدة ما تزيدش عن تلاتين يوم بس انا مش شايفة هنا مش عايز نطيع فيه وقت يعني ان ما تزيدش عن عن تلاتين يوم دي من ضمن الحاجات اللي كانت مكتوبة هنا على ما اتذكر مش مهم يعني فانت ما بتلاقي الاختلاف مسلا نقول لك ايه احنا طبعا في ال في ال دي سم ايه تقول لك اربعة واربعين يوم هو بقول لك تلاتين يوم بتجتزم بها طبعا تمام وهتلاقيه الناجاتي في لوت هيقول لك زيرو الحاجات الشارب هتلاقيه هنا برضو يقول لك زيرو يعني مستحيل يحط لك ناجاتي في لوتين لو راجعنا هنا مع بعض اه فين اه 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 بتكلم على اه اللي احنا اللي احنا اللي انا عملها هنا في جدول binary انا عملها هنا باختصر ناجا تيضى زيرو. خلي بالك يا طلع فهو هناك مجرد كاتبها محاول الكلام ده الكتاب. فالحاجات اللي حتلاقيه مال kaldية اللي هيا هنا كان اللي هو اللي 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 المهم حتى هتلاقيه ما لو كانت في الناجاتف بلوت هتلاقيه هتفزيه. هو هنا باش ملنسين الاسد. هنا انا اقيل له ايه مفيش هنا خلاص. تمام? طيب. هنا بقول لك ايه? يعني بمعنى انه هتلاقيهم كلك بلفوا حوالين ال الاخر. عارف انت تلاقي كل الشروف عندك ايه زي تمام? طيب. بعد كده حضرتك باش مهندس اعملت وخلاص اوكي بتخش على التاني التاني ايه? هو خاص بي اه مفيش رسائل طيب. اه خاص بي اه اللي احنا قلنا ايه? اللي هو السايت لأول. بدأت نشرح ايه? تشرح السايت لأول. اده الموقع وده الطريق وده كزا 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 وده الارات. فيه اارات هنا مكتوبة هتلاقي بها ايه? في وده زون اده زون واحد وده زون اتنين. دي بالمناسبة الكسة التانية اللي احنا نشرحها لكم بكرا ان شاء الله هنخلصها. هتفهموها ان شاء الله. لان هشتغل بسرعة طبعا المعرفات كنت اشتغال ببط. اه اه كده متأسم لزونز وكلام ده كل. ازا الراجل العمال هو ايه? هو واحدة واحدة كده عمال يفهم. بعد كده نخش بقى ايه كل السامبلز اللي انا اهو اول حاجة قلت له معنا كلمة ار يا بش مهندس. ار زيرو تو مسلا. رود نمبر اتنين. طب ازا ايه ار اس كزا. وعمال نعمل له ايه? رود نمبر كزا. ولما تكون اس يعني سويت واتر. ولما تكون ايه يعني ار كزا. يعني بتبدأ ايه? تبدأ تاخدها واحدة واحدة كده. ماشي ار دابيو. يعني ايه? الواتر كزا. اه ار اه ار اس تي يعني اه كزا. وهكزا بتبدأ تخش ايه? ولو في دي دي لاتزان دروينج وي اس دي شوب دروينج وي اس دابيو سير بي ويرك. وي سي دابيو. اه كزا. والبي اي في والسي بي ام والدابيو بي اس والزي زون. يعني ايه والم ام يعني بدأت ما سيفتنوش ولا حاجة اي اختصار. هل الاختصارات دي بتجيبها انت قابل بس تترزحك. لا يا وش مهندس. الاختصارات لازم تكون شغال بيرفكت عشان ما تشتيتش الناس واحترم عقل الناس. يعني اوعى تتزاكر. يعني اوعى تخدها كده رزع كده وتك حاطتها. لا الاختصارات اللي انت لاحظ اللي هنا مثلا لو تكلمنا على السامبلز اللي هنا هتلاقاها مش موجودة هنا هتلاقها في اختلافات. هتلاقي مسلا ايه. مسلا اه ما ظاهرتش معانا ايه ايه وال ايه. ايه مثلا ايه الشركة الوطنية مسلا للاسكان والكلام ده كله. يعني بمعنى صح اوعى تاخد الحاجات لان انا فاهب الترتيب. وفناس عند شكالين معنا مسلا كانوا شكالين معايا قبل كده بياخدوها كاب وبست ويرزعوها. لا مش ما انت سي احترم عقل الناس عشان ما اطلق بطش الناس. تمام? اللي موجود تحطه واللي مش موجود ايه ما تحطه بش. تمام? طيب بعد كده اه هناخد ايه? وهنبدأ نقف شوية مع وهنقول لكم ازاي? بيجي من بقى ايوة? بدأنا اول حاجة ايه? بتبدأ تحطها له وحعرفك دلوقتي من النهاردة ازاي تطلع الكلام دي من تبدأ ايه? تظهرها له بالطريقة دي. اول حاجة بدأت تقول له وادا ايه? ان بدأت تقول له مسلا دي طبعا داشبورد. اه تقول له ان المشروع تقاتى زونز وكلام ده كله وده الخاصة بايه بالرسورس اه بعد كده الاكويبمنت هستو جرام دي خاصة بالاكويبمنت. تمام? اخر حاجة بقى هنقفها مع بعض كده بقى باش مانسين الكاشفلو او طبعا هتعرفوا دي دلوقتي حالة النهاردة ان شاء الله في نفس الحاضرة هتعرفوا ازاي تطلعوا الحاجات دي. بس عشان شرحنا خلصنا من شرح ايه? من شرح التقرير اللي ازاي تطلعوا. اه الاس كيرو. تعالوا نقفوا مع بعض يا باش مانسين. اه شوية في الاس كيرو وشكله. هنقارن بين دي والتاني. تمام? اه لحظوا هنا المشروع بدأ وظهر شوية فلوس وبعد كده وقف وبعد كده اشتغل تاني. لحظوا ان لما انا كنت بنشرح لكم بان لكم ان المشروع وقف اه في شهر مش عارف كام وبدأ يشتغل في اه شهر كزا. تمام? فدي فترة التوقف ايه? دي فترة التوقف. ما علينا مين عشان بس ما تستغربش شكل ايه? الانستجرام ليه طالع بكده? ليه هو طالع بكده? فدي شوية اللي اشتغل فيهم بالاول. تقريبا اشتغل بخمسة مليون وكسور. وبعد كده وقف وفترة الخمسة مليون وقفة ماشية زي ما هي كده. وبعد كده لما بدأ اشتغل تاني. انا بقى مش 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 كلامي على دي. انا كلامي على ايه بقى تركز فيها? شكل صغر بس دي شوية عشان تبقى ظاهرة في كل الشاشة. اهي. شكل الكشف له يا بش مهانس. الكشف له. لاحظ ان شكله لازم يطلع بنفس الطريقة. وحتلاقي في مش مشروع التاني مش طالع بنفس الطريقة. طلع ونزل وبعد كده طالح تاني وبعد كده نزل. دي غلط. بس المشروع الكيس التانيتنا مسموحة. ليه وحقول لك ليه? ولكن في مشاريعك انت الطبيعية لازم يا بش مهانس يكون طالع بالطريقة دي. يعني بدأ يزيد يزيد يزيد. ليه? لان المالك باختصار كده انت معظمنا كلنا مثلا عندهم اولادهم متجوزين. تبقى عامل ميزانية لبيتك. يعني عامل ميزانية خلال الشهر. تمام? لأولادك. يعني مثلا انت عايز يا ابن الشهر دي عايز كزا مصاريف دروس كزا كزا لو واحد جي قال لك. وبدأ يقول لك انا خلال الشهر. لو انت حطت خطة بقى لبيتك. انا مجيب هالك بسيطة عشان تبقى فاهم يا نقصه دي. حطت خطة لبيتك. لو واحد جي في نفس الشهر وقول لك مسلا ايه? عايز عشر تلاف كورس. فدي طلع نط كده. فالميزانية بتاحتك هتندرب. ليه? لان انت عندك اولاد تاني. لو لو خدت من ميزانية اللي هتأثر عليهم. نفس القصة يا باش مهندسين. المالك ليه بيطلب الكاشف له? لان المالك عنده اكتر من مشروع. تمام? فانت هو عارف مثلا ان انت في شهر مثلا في شهر مارس عتعوز مثلا اه كزا اه متين اه متين ستة وتلاتين الف اهوة الرقم ده. ايا كان يعني. والشهر اللي بعده عتعوز خمسة مليون وكزا وتبدأ اعلى شهر عتعوز مثلا اه ستة مليون وكسور كان في شهر السبعين عنده شهر اتنين وعشرين. حندي مثال بس لو احنا بنتكلم على شهر ابريل آآ ابريل آآ ابريل واحد عشرين. ابريل واحد عشرين هو آآ خمسمية تسعة وتمانين الف. تمام? دي خمسمية تسعة وتمانين الف. يعني نصف مليون. هو المالك عنده اكتر بالمشروع. امتى? عنده اكتر من مقاول. على سبيل المسال عشر مقاولين. فعارف هو في العشر مقاولين ده هوة الشهر الجاي. هيسحاب لهم من الميزانية لان نفسا الزارة المالية دي عليهم مراقبة اصلا ويدوان المراقبة والكلام ده كله فبيوبع الفلوس بمعنى صح مش هنستطرخ للكلام دي بس هي الفلوس بتطلع بحساب وهو بقدم خطة سانوية او ميزانية سانوية وقول لهم انا خلال السنة هنعوز مثلا مليار او اتنين مليار اتنين مليار كل مثلا شهر هنعوز مثلا تلتميت مليون على سبيل المسال ويبدأ يجدولهم اللي بسمها الجدولة يبدأ يجدول فلوسه فلو انت فلو انت وبالتالي لازم ايه اخدها بالتدريج يطلع بتدريج تزود يزود تزود لو انت كل شهر بتقول له اعايز اتنين مليون الشهر اللي بعده عايز قمسمية الشهر اللي بعده عايز ام لا يزد اتكيد چ�� انت عملت له عملت له سبايك فهل سبايك غير يعني عملت عملت تطالع الناسبل طالع نزيل شوية الشوية تشتغل لاشهان لا ده تهريج لازم ايه? مش طريقة شغل. طريقت الشغل نبدأ نزيد 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 الحادة Whereas نوصل للتوپ و بعد كدا الن перем المشروع طيب تعالوا حقا نشوف المشروع بتاعنا نفس الحتة دي مش هيتلاقي مظبوط. طب لماذا مش مظبوط اهو? مش هتلاقي مظبوط. طلع 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 انه وبعد كدا نزل 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 خلاص وطلع طلع 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 بعد كده طب ليه دي? تمام انت بتقوليني لازم اه اتطلع لفلولستك بطلع طلع. المنطقة دي يا باش مهندسين هي منطقة دخول المقاول التاني تمام لو تلاحظوا المقاول التاني كان داخل في شهر سبعة وشهر تمانية وبدأ يطلع بدأ يطلع واحدة واحدة في شهر تسعة تمام فدي منطقة دخول المقاول التاني فأنا أصلاً ما عنديش شو فإجباري فإجباري أصلاً أنا مجبر بالكيس دي ولكن الطريقة التقليدية بيكون الإسكر وبياخد شو يعني الطريقة دي بتزبوطها بياخد بتعدلها ازاي باش مهندس لو حصل عند بتبدأ ترحل بقى يعني انت عملت علاقات وزبطت علاقات وعملت الفلوت وزبطت وكل حاجة وشيكت وكلام ده كله بتبص على الكاشف فلوت اللي حصل في شهر أو اتنين بتبدأ تعدل طيب لو أنا مانج صح لو انت اشتغلت بنفس الطريقة اللي أنا شرحت لك بيها وان انت بتتخيل وان شبكة المية ضعيفة بتاخد شهرين نأخرها يعني انت عملت خطط وعملت تخيل العمل معاك انت ومدير المشروع ايا كان مش هيحصل معاك سبايك هيطلع معاك بنفس الطريقة تمام بس انا بديك مثال لو طالع مسلا لو لقيت مسلا الشهر يعني مسلا الرقم دوت اللي هو ستة مليون لو لقيته في الاول هنا وبعدها نزل لمليون لا دي مرفوضة يا باش مهندس واي بلانر شاطر عند المالك هيراجع حيديك ايه حيرفض حيديك كوت سي على البرنامج بتاع فقول لك باش مهندس بس بايك غير مقبولي اه ولازم تزبط ايه لازم تزبط الكاشف لو بتاعك كده ايه اه خلصنا اه الريسورس وحنزغرها دلوقتي ازاي نطلحها من البرمافيرا وبعد كده بدأت تقول له ايه بتعمل له بتطلع مختصر للبرنامج الزمني وبيتطلع ايه اه اه الو بي اس والكلام ده كله اه بعد كده بتظهر تمام اهود مش هنطول في الكلام دي بتظهر بتاعه ولازم برضو خد بالك من يا باش مهندس مثلا ايه عمال يسلم بعضه يعني بص اده مصار اهو مصار شغال 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 بيكمل بقى في وبعد كده بدأ مصار تاني شغال انا بشاول اهو شغال اهو مصار 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 شغال ظهر مصار كمان اهو تمام لان اكتر مصار وانتهى في ظهر مصار معانا تاني في مصار ما تلاقيش برضو الكريتكا الكريتكا العمال ايه يتنطط معاك كل شوية فدي بتجباش ما ايه بتجباش مختبول حد ما ينتهي معاك بنهاية المشروع بعد كده الديتيل اسكاد والعيش حياتك بقى وطلع له الديتيل اسكاد كده شرحت ازاي تسلم البرنامج الزمني تمام هنبدأ بعد كده ايه هنظهر ازاي نطلع الريسورس واللي خاصة بايه بقى نظهرها من البرمافيرا ايوة العمال مثلا والمعدات والاسكير ازاي تجيب الكلام دي من ايه من البرمافيرا ايه سؤال يا سادة مهاندس لو الاستشاري عايزو حط فلوس التوردات احطها ولا اسياحها على لا يا باش مهاندس ده انت تحطها على فكرة الكيس التانية دي فعل الكلام دي ده فرصة ليك باش مهاندس تحط فلوس التوردات ما هي لازم تتحط هقول لك اهي عارف الكيس التانية اللي احنا فتحنا دي فين اهي اه دي الكيس التانية ده ايوة تعالى باش مهاندس معايا بقى اللي سأل السؤال هنصغير لك هنوريك حاجة ايه هنخشه شوية كده هنوريك ايه الاسفلت ال اه في اه 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 طريق بصها باش مهاندس اه 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 انستول جاين الـ payment confirmation لو عملت الـ ايه هي الـ payment confirmation مشانة لو جبت له اشعار بنكي انك حولت للمورد لها فلوس اهي تمام الـ material delivery to site اتوردت للايه اه لو خد الـ PO approved يعني مثلا تقريبا الـ PO اختصار لاعتماد مواد ايا ان كان عدت رفعها في الـ samples تمام ولو عملت اشعار بنكي او حولت للمورد فلوس حولت للمورد اللي حيورد لك فلوس تمام وـ material delivery to site يبقى ايه دي لازم بتتحطى يا بشمانس اهي تمام ولاحظة ايه بتكررها هي ليه لان فرصة لك الـ planer الزكي هي استغل الفرص ده توردات يا بشمانس انت ممكن تورد دي بتورد مسلا على سبيل المسال انا عندي الحديد هيغل احنا نهاردة في شهر كان مسلا احنا في شهر آآ سبعة اتجدت لي معلومات ودي من الـ risk ناشي لو الناس عاملة risk plan ومن الـ risk فيه التنبؤات بيقولك ان الحديد هيغلى مثلا في شهر عشرة تمام الحديد هيغلى في شهر عشرة طيب انا اه في حل انا كده كده مورد الحديد لو المالك قال لي هتاخد على التوريد فلوس ده فرصة حطها في البرنامج انه وراتها بدل وناخد فلوسها مش احسن ما وراتها ونركنا في الموقع وفلوس مركونا من غير ما ناخد فلوس لا انت لازم تحطها لدي اهم نقطة تمام فهي لازم ايه تضحط آآ ايوة آآ آآ الله نورة بشمهندس صح المهم هتلاقها في السامبلز في السامبلز في السامبلز اللي فوق والمهم يعني لما بتاخد والكان نفس الوقت تحويل تحويل البنك والكلام المهم اي خاص اي حاجة خاصة بتتحط وبتتحط بنفس الطريقة باش مانتس ما تحطهاش عشان ما تتلقبطش لما التوريدات دي حلوة وبمعنى صح كده بالمصر كده احتفل بيها لانها ترطى وجيالك. حطها وعمل لها برك دا وانت صح وحطها عند كل النشاط باحث ان كل مجموعة انشطة بتبدأ اهوة كل طريق بيبدأ مسلا بتحط له التوريدات بتاعته اهو كل اعمال نحط في التوريدات. ليه لان عليها فلوس. وبترفع بتاعك يعني احنا لو اشتغلنا لو ربينا عنا وقدمنا كورس تاني في الكلام ده كله وانشرح لك هتشرح لك هترفع لك هتخليك متقدم على طول ده انت اول ما تتزنق يعني في التنفيز تمام? بتجيب شوية توريدات عشان بقى لان العقود بتقول لك مسلا لو قل عن عشرين في المية من حقه يعمل لك ترميناشن. يعني عمل لك اه يعمل انهاء للعقد كمان. خمسة آآ تقريبا من من خمسة العشرة في المية ومن خمستاشر آآ ومن عشرة او بخمستاشر نعمل لك انذار يعني من خمسة العشرة في المية عمل لك انذار اول ولو زاد يعمل لك انذار تاني تالت هوب يسحب لازم تعمل وتعدل وضعك فديه بتديك فرصة برضو. بتديك فرصة انك لما تتزنق ترفع الاس باي. ازاي بقى? انا في التنفيذ معدل تنفيذ بطيق والاس باي عندي قل بقى قل من الواحد. تمام? آآ مقرب مسلا للتمانين والتمانين دي خطر يعني التمانين في المية. بنيجي عامل ازاي? بسرعا كيف شوية توردات? هتجرف علي الاس باي. اوتوماتيك تجرف علي الاس باي فانا كده في السيف سايت. تمام? طيب. كده آآ جوابت على السؤال. تعالوا بقى نكمل بس معنا عشان دي نكمل يوتيوب بمحاضرتنا كتملت نار زي ما انا مخطف لها. ان انا ازاي نطلع ايه? آآ ازاي نطلع الكاش ولو والله ما صلى الحبيب المصطفى والليبارز والكلام ده كل. طيب. بتيجي بعد كده ببصها بشواندس فوق هنا خالص هنا هتلاقي حاجة هنا ايه انا واقف عليها هي. اللي هي ايه? تمام? لو وقفت على حاجة تانية كده اهوت بتوقف على حاجة. الساعات بتفتح على بتلاقيها ايه? بتلاقيها آآ بتلاقيها فاضية. تمام? بتوقف على البوكات توقف مش عارفت ايه تبليه الحل ايه? الحل يا بشواندس بتوقف هنا لاني الحاجات دي انا عارب تظهر عليها. آآ وطبعا هي مش طريق مش مش شرح المحاضرة لكن هندخلها لك فيها النهاردة بسرعة كده. نستطرق لها. بتخش على آآ وتقول له انت ما طبعا ايه آآ الموبايل والمعدات والكلام ده كله في اليونت. طيب يبقى ازا تيجي محولها على اليونت. طب لو انا عايز نظهر الكوست بتوقف على الكوست وتعلم عليه. فبالتالي لما توقف على الكوست الوحيدة اللي هتزهر لك ايه? تزهر لك بالطريقة دي. لاحز انا شرحت لكم الكوست لازم تكون ايه? لازم تكون طالعة طالعة طالعة. النزلان دي وشرحته لحضراتكم في الكيس بتاعتنا هيت. سبب النزلان هنا في النص هنا عشان فيه مقاول ايه المقاولين اللي الداخلين وشرحنا منه. ولكن حضرتك ايه? طب فاهم عرفت ازاي الطريقة ان 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 الكوست الكاشف بلو يبقى طالع. طالع طالع حد يوصل وينزل زي ما شرحناه. تمام? طيب. عايز نعمل الكلام دي على الاكسل ونعمل التقرير بتاعي. بتيجي حضرتك يا بش مهندس هنا. بتيجي واقف هنا وتقول له ايه? عند الريسورس اصايمينت. تمام? في الريسورس اصايمينت. آآ بتيجي بتظهر لك تظهر لك الشاشة دي. وتيجي واقف على الفلتر. تقول له انا عايز تعمل فلتر عادي. تقول له انا عايز لما يكون الريسورس نيم از اندر ايه? انا عايز الكاشف له الاول. از اندر كوست. تمام? آآ هي دي الكوست اه الكوست بتاعنا دي. وتقول له ابلاي. وتقول له اوكي. وهنا بقى بش مهندس تقف بقى وتقفل دي كده. وهنا تقف آآ آآ اللحزة كده. وتقول له كليك يمين. وآآ بعد كده تقول له كاستمايز. الحاجات دي هتلاقيني آآ وبعد كده تقول له انا عايز في الكوستمايز هنا بتقف بش مهندس في حاجة اسمها تمام? تيجي في هنا وتقول له انا عايز تمام? انا شغلت وفي المعدات هنجيب اليونيت. تمام? آآ وفي طبعا ايه اليونيت مش عايزينها. مش عايزينها. انا جبنا آآ بعد كده هنخش على الانتيرفا. آآ بتوقف في الكوست برضو. وتقول له تمام? والبادشت كوست تخلى في الاول كده وتقول له ابلاي وتقول له اوكي وتقول له تقفل كده. تمام يا بش مهندس? بعد كده حضرتك توقف هنا. توقف هنا كده وتدوس كليك يمين وتقول له كابي. تمام? وتروح على اي احنا شغالين عليه مسلا اه اي مسلا خلينا في عشان في معدات هيتو شكل المعدات موجودة معنا. اه ايوا زي الفل دي اوه. توقف فيه كده فاضي اهوت. وبعد كده تقول له ايه? ممكن اه او نعمل جديد يعني مش لازم خلونا في النظافة كده حصل. تمام? وتقول له ايه? تمام يا بشوانديس? بعد كده حضرتك ايه 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 ده اللي اديه. انت كده ايه مجرد ايه مجرد بتزبط ايه تطلع بتاعك وبتزبط الشغل المجرد عشان تعمل التقرير يعني. تمام? وهنا اه اه ده اللي اديل كده. تمام يا بشوانديس? تركز معي بقى الله يكرمك في حالة هتعمل حاجة بسطة جدا بس هتعملها في المعدات. لاحظ هنا بقول لك ايه واحد فبراير واحد وعشرين هتاخد كزا كزا كزا. الكلام دي مش عيوبة في واحد فبراير. ده في نهاية ايه? لاحظ ان احنا كان بداية عملنا هو ستة فبراير. الناس اللي مراجع معانا كانت اول كونسترين يا بشوانديسين مش هننخش فيها بقى. اهيت كانت اول كونسترين اللي هي ستة فبراير. يعني بداية ايه? بداية عملنا كان ستة فبراير. لو عملتوا انت بالطريقة دي فعندك غلط. تمام? عندك ايه? عندك غلط. ازاي انا واحد فبراير هناخد اه تسعتاشر مليون وكزا وكسوه. تمام? لا انا انت مفروض تاخد اخر الشهر. المستخلص تاخد اخر الشهر. فبتعمل تريكة دي ازاي بقى? تاخد حضرتك التاريخ ده هو. طلعوا الفوق كده. تمام? وتقول له هنا بساوي. احفظ معاه المعادلة دي بشوانت سأركز معاه في المعادلة دي. انا عايز نقل بكل اللي هنقل نخلي بدل ما تعملها بايدك يعني بتعملها بالمعادلة احسن. تقول له انا عايز تقول له قلت يستوي بعد كده بدت تظهر التاريخ ده هو تمام. انا عايز نهاية نهاية الشهر بالزبط. مش عايز اي حاجة بعدي. بعد كده بتقول له ايه? بتقول له اه ظهر لك رقم عادي بتبدأ ايه ممكن بقى ايه? تحولها يا ايه ما تاخدها ماتشي من فوق منا لو عملتها ماتشي كده او بتحول ايه? بتحول اه بتحول اه بتحول دي ايه بتيجي هنا وتوقف ايه? انتوا اكيد اشتر مني في يعني مش احتاج اشرح لكم دي. تحولها لدي يعني بدل ما يجينا رات خلال دي. تمام? طيب. الميزة المعادلة دي ايه? عشان ما تكتبش مانور لان لو كتبت مانور ممكن تخطأ في نهاية التاريخة اللي هو تلاتين ولا واحد تلاتين يوم فتردت تحسيمها بيدك يعني فتعملها بالطريقة دي افضل. بعد كده انت عملت اول معادلة تزبطها كده ايه? خلاص. بدأ ايه? بدأ ايه? بدأ ايه? بدأ يتزبط اه بدأ يتزبط معي. ولاحز ان نهاية المشروع عندنا كام اه خمستاشر يناير. فدي برضو فيها غلط. هنعبدلها دلوقتي ما ينفحش تكون تلاتين يناير. تمام? بعد كده اتعلم عليهم تاني لو تفتكروا انا وانا بنشرح لكم في اللي فاقولت لك لو تبغي المعادلة تاخدها عشان ايه? تعلم عليها كده وتقول له كنترول سي. تمام? في مكان. تمام? دلت بقى اللي فوق. لانك لو دلت اللي فوق قبل ما تعمل هتديك سفر. تمام? وفي الحالة دي تيجي واقف هنا بقى الوحيد اللي هتعدي له وتقوله ايه? خمستاشر يوم خمستاشر يناير. تمام? ازا كده ايه? انا زبطت ايه التاريخ بتحت خليتها في تاني خطوة بتعلم عليها. بتخش على انسيرت. وبعدين تقول له ايه? اه ظهرت مشكلة كويس انها ظهرت وبتجني الناس كتير. وحنقول لكم على حلها. اه بس خلينا دلوقتي مع بعض ايه. اه كده ظهر بالطريقة دي. تمام? والبارات شكلها صغير. المشكلة ان البرات شكلها صغير وحش كده. تمام? اه انا عايز في ظهار لي زي ما كان ظاهر لي في البرمابيرا. تمام? بتيجي معلم على اللي فوق ده. يعني انا اه تعلم على اللي فوق. وبتقول له من الانسيرت. دي كله شغل اكسل يا باش مهدسين وفي ناس ايه? عبقرة معاكم في الاكسل. تمام? وتقول له انا عايزه طيب. وفي نفس الوقت برضو شكلها مش حلو. طلع على الفوق كده. تيجي معال الديس عليها كليك يمين برضو. ومن فرمات داتا. داتا. وتقول له ايه? خلها سكنداري ليس ايه? طيب. باقي معانا ايه? باقي معانا اه مشكلة الايه? الا 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 الهيستيجرام كنة صغير وايه? واحش بتعلم عليها حضرتك. تمام? وربنا عينة يعني لا يمكن كنا نسيها. اه ايه تقريبا من يا امام الاكس يا امام التكست. لحد يفكر بقى نبهنا بقى. we مور اوبشنز وي اه لا اه 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 تاريبا من التكست اه من التكست ايوه مور اوبشنز وي تخليها اه والله يا بشمال لسين تارينا هاجيبها طيب بتكستية تاني انا لا اتزكر انها بتزهر كتير وبتenson باريخمة بصراحة من ال ии وايوا في ماشمال شيني غي هى اه اه استمول لا مابتكيش اي живот اويت اويت ا também افكر غير hospczenie ا انا يفكر والله يعنى بس لا اتذكر ان بين اللي عارف طيب ضعب الكلك. طيب cooies عليها عيد. center one. ايه. خلات اخد وقت. ايوة. ايوة. ايوة جاتة بشماندسين ايه. بص بقى من اكسس. ايه تكست اكس. تظهر بطريقة دي. دي بتجنن كل الناس. يعني اللي بقى انا مش هشرح تاني ان انا نسيت انا جبتها ازاي بصراحة. تمام? بس هيب اللي ممكن بقى تراجع الفيديو تشوف انا جبتها ازاي. اه. بعد كده انا طبعا عايشها بالشكل دي. يعني ان الشكل التاني وحش. اه. بعد كده التالي بقى ممكن اه. التالي بقى بشمانديس اه تقوله مثلا دي مثلا اس كيرف اه. اه. مثلا double click اس اه. اه سلاش. اه. كيرف اه. اه. اس كير. اور مثلا ممكن تعمل مثلا اه بين دبل اه بين قسين كيلو تقول له ايه? اه كاش اه فلو. لو الكرسي دي مدفوعة بشوانتس ما حدش هيستطفل الحتة دي يعني ممكن كان كرويتها عليكم ولكن انا بشرح لكم زي ما انا شغال والله يعني ايه? وقفت في حاجة يعني ودي من الطبيعة يعني الانسان لازم يتعلم. طيب لو كرسي واحد بيشرح كرسي مدفوع من الشباب اللي بيدفوع دي عمره ما هيجي للحتة دي وهيكون هيعديها انه مش عايز يظهر من وحش يعني. لغة ان احنا كلنا بنتعلم. بعد كده اتدلت الحاجات دي ممكن مش عايزينها اه ممكن توقف هنا كده وتقول له ايه اه اكس تايتل مش اه مش عايز انا الاكس تايتل بنكبر بس ايه مجرد نكبر ايه الشاشة مش مانتسين. اه خليها. اه هنا كده. تمام? وفي حد اه ربنا كريمك يا حبيبي. كده بقى ايه بتبدأ ايه اه تظهر. اه عايز بقى اتكبرها. اه ممكن بقى ايه ناخدوها في صفحة جديدة. الله بينا ناخدوها في صفحة جديدة كده. تعلم عليها كده وتقول له ايه? كنترول سي. هنظهر بقى نعمل داشبورد. يعني انت عايز مسلا تعمل الشاب اللي عايزين نعملوا داشبورد مثلا. اه ممكن بقى اتعلم كده. مش مش هستطرق بقى في تصديد داشبورد بشوقتها النهار. ممكن تقول له هنا ايه? اه كنترول سي كنترول في اهي. لو عايز بقى تظهر بقى الكاش بلو والاستوغرام والكلام ده كله مع بعضه يعني. تمام? بس انا بنعرفك ازاك ازاك اه بعد كده تخش بقى من الدزاين انا عايز بقى نكبر تسحب دي الفوق شوية. مجرد بقى ايه ترتيب يا باش مانتسين. مجرد ترتيب. اهو. بعد كده عايز بقى نظهر ايه نظهر الارقام الارقام على الاعمدة دي. تمام? تقوله double click format اه اه او لا مش من هنا بقى اه اه تقوله اه 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 ال data labels بدأت تظهرها تقوله بقى click mean اه format table وتخش على angle وتخليها مثلا اه تسعين. تمام? وتوقف على دي بقى ايه? دي هو ايه? دي هو الانتيرفل. عايزين بقى الكملاتي. في الارقام تظهر على الاسكير. هتقوله برضو نفس القصة. توقف عليه. تقفل دي كده عشان ايه? توقف عليه وتقوله اه data label. وتوقف اعلم عليهم كده وتدهى مسلا ايه? زاوية تخش على الانجل وتخلى مسلا زاوية خمسة واربعين مسلا. ممكن نخلوها مسلا خمسة واربعين ونشوفوها كده. خمسة واربعين. تمام? مجرد بقى تنسيق بقى يا باش مهندسين. يعني مجرد حضرتكم تنسيقها ده الرقم الاجمال الكل يا هو. تمام? ولو لقيت بقى ارقام متدخلة في بعضها اه يعني مسلا الرقم زي دي كده تسحبه لفوق كده شوية. تمام? اه الرقم اه ديه مسلا برضو تسحبه مسلا لفوق كده شوية. اه اه تلون مسلا دي تاخد مسلا نفس 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 اللون مسلا اللي هو بتاع الكيرف. اه وطبعا الحاجة دي بتظهر على مثلا تزبطها وتكبرها والكلام ده كرتب واضحة. وممكن ناس انت تخش على ديزاين. لو انت عايز تخش على ديزاين تعملها زي ما وجودها في التقرير اهي. زي عشان ما استوب مواشين زي التقرير يعني طولة اللي انا خبيتها لكم حاجة يعني. تمام? اه نفس القصة يعني اه ربنا يا كريمة كرسي قيم جدا. الله يكرمك من بعض ما عندكم يا باشواندس. نتعلم منكم يا باشواندس. تدلت بقى الخطوط بقى ايه للصغيرة دي برضو حضرتك ايه? تدلت الخطوط الصغيرة دي. وتظهر دي ايه? اه 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 بنفس الطريقة. بقي معانا بقى ايه حاجة كده حلوة كده بتحطها كده بتفرح بصراحة الاستشاريين. يعني مجرد يعني خشي مسلا على قدتنا واحدة من اللي كانوا هنا موجودين اداب. تجيب معلامة ايه مسأة هي. نخش بقى على الشيت بتاعنا الشيتات كتير وانا معاتش تاريه ما معاتش عارفة وصله. وده الشيت اللي احنا كنا معاه. اه هو دي الشيت بتاعنا اه. اه كنترول سي كنترول في. اه تقول له دي مسلا ايه اه انديكاتور مسلا ان دي ايه الحاجة الخاصة. ويفضل تجيبها بعملية يعني. عافية باشواندس. ربنا يكرمكم يا باشواندس. ربنا يكرمكم. اه اه ممكن برضو اه تعمل بس في تركة بقى في باشواندس يعني ايه? تكون مسلا عندك كوينز بنفس الطريقة دي. تمام? بس شوف لو عملت البلاك لو عملتها بالبلاك ده عاتوه باريخة. ازاي بقى لازم مسلا ممكن علامة الكوينز دي لازم تفرخها عالشوب. يعني بس انا مش مرضيتش نجيبها لانها اه طبعا العملة دي انا مفرخها عالشوب. بتخشها على الفوتوشوب ولو انتم مش عالفين ممكن ايه مرة نقول لكم. يعني واكيد انتم اسات زي في الفوتوشوب ما احسن مني. اه بتخش تفرق الخلفية ايه? يعني انتم لا تفريز. وفي برامج كتير بصراحة انا بنفرسها عالشوب. عشان ما تقباش بالشكل دي. يعني ما تقباش بالشكل دي. يعني لو عادت ايه عملية الدول. المهم يعني ايه? اه دي اندكاتور ان دي عملية ايه? دي اه كده احنا جيبنا الفلوس. نجيب المعدات. من نفس القصة ان الريسورس اسايم انت عادي. اه تعمل فلتر. تقول له اه ان الريسورس اي دي نيم از اندر ايه مثلا. يا على سبيل المثال اه ناخده مثلا معدات لنا بوكات او. عشان انا كنت شايف صورة بوكات في اللي انا كنت فاتفة دي. فعنجيبه بوكات. ماشي? تمام? وقل له اوكي. واخد بالك بقى يا باش مهندس هنا ايه? هنا عايتكون بقى ايه? عايتتحول من 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 كوست ليونيت. تمام? مش عايزين دول اتنين دول احنا مش عايزينهم. تمام? وهتخش على تقفل كده ايه في البعشة? ماتتوش تقفل. عندي عندي اه كميلاتف وعندي انتيرفل. تخش على الكاميلاتف في يونت اهي. انا عايز ايه? عايز الكاميلاتف ايه. تمام? و Material وخشيلي على الانتيرفا. وخشيلي على اليونت ايه الباضجيت ايه? الباو جined اهي. واحنا مش عايزين الكاميلاتف ممكن. مش عايزين новый مش هاتيك تقول له ما يلزمنيش انا الالمبداك انا اقول له بالشوهر بالشوهر والأنت عايزي وهتقوله كم عندك لا. فما يلزمنيش انا عايز بس فقط. مش عايز استكار في المعدات بالمناسبة. تقول له اوكي. اهي. تمام يا مش مهندس? بعد كده توقف عليها كده وتقول له ايه? وتقول له وتروح نفس اللي بتاعك بتاع حضرتك اللي انت كنت شغال عليه مسلا ده. وبعد منه كده بشوية كده. وتوقف هنا كده وتقول له ايه كنترول سي كنترول في في هاتلي دي. بترفع آآ بترفع الصورة عليها وبيتفرغ منها الخلفية مباشرة. اعملوها بقى انا بقى اعملها شوب يا بشموندسين. يعني في حاجات كتير انا بعملها على شوب كده وقتها. انتو عرفوا بقى زي ما انتو عايزين. يعني دي مش يعني اكيد انتو حسب مني في حاجات كتير يعني زي دي وحسب مني في كل حاجة ان شاء الله يعني. الشباب يعني البركة بالشباب يعني. آآ عايزين بقى ايه? احنا عايزين هنا من اول هنا البادجيت يونيت. آآ من اول هنا ديليت. طيب. بقى معانا بقى ايه يا بشموندس? احنا كده ايه? احنا كده جبنا البكات. تمام? آآ هنا بقى مش هتعدل التاريخ خد بالك انا هناك عدلت التاريخ. اعملنا كل الكاش في لو غير الكاش ان المفروض نجيب الاول الكاش ان الاول. لاش مهندس? انت انت بتعمل الكاش دي الكاش في لو. الكاش ان لك. دي الكاش ان ما الحتة دي انا عايز بقى دي كستو كنترول عشان انا اشرحها لك. آآ دي مستر ماشي تمام? انت عايز الكاش ان المين? دي الكاش ان ليه الكاش في لو دي الكاش في لو بالنسبة للمالك. تدفق النقضي بالنسبة للمالك. تمام? وعندك بالنسبة للمالك. اول بقى فيه كاش ان وكاش اوت. تمام? مش هستطرق للنقطة دي عشان هي اشرحها لك بالتفصيل كويس في كونترول. احنا بنتطلع الكاش في لو للمالك. على فقر انت بتعمل كنترول للمالك مش لك. بالمناسبة يعني الناس اللي عايزة تفهم. وآآ انا بعمل. انت تقريبا بتعمل كنترول. مش تقريبا انت بتعمل كنترول للمالك مش لك. تمام? عايز تعمل لك. لان الفلوس دي مش بص. انا بحبش اكروت حاجة. بس انا هندخل عن اتشعب كده في حاجات كتيرة. آآ يا باش مهندس. دي المصاريف اللي بيصرف على سبيل المثال في الشهر ده وقت اتنين واربعين وكسور والكلام ده كله. اتنين واربعين مليون. دي آآ الكاش اللي طلعت للمالك. تمام? كاش قوت للمالك. وكاش ان لك. طب الكاش قوت لك انت ايه بقى اقل من دي? انت هتطلع منها للربح بتاعك. ماشي? فآآ فانت كده بتعمل كنترول للمالك. دي المصاريف الفعلية اللي المالك هيدفع حالك. بس هل هي المصاريف ده ايه? اللي انت هتصرفها في المشروع? لا طبعا. الكاش قوت بتاعك حاجة تاني خالص. يعني اللي دخل المحفظة بتاحتك دي اللي دخل لك. بص دي طالع من المالك يجبقى قوت بالنسبة للمالك. دي دخل لك يجبقى ان لك. تمام? دي دخلت لك دخلت في الحساب بتاعك فدي ان. طب الاوت بتاعك ايه? الاوت بتاعك دي ناقص الربح ونقص الهيد اوفيس ونقص كزا ونقص كزا نقص حاجات كتير. ليه الايه? الكوست دي البرايز بالنسبة لك. تمام? دي بالنسبة لك البرايز. الكوست بتاعك اللي هو اقل من دي اللي ما تروح منه الربح بتاعك ونسبة الها مش الربح والكلام ده كله اللي هما ست ايه? ست نقاط مش هنستطرق فيهم اللي ستة انواع من الايه? من الكوست منها والانديرك والاربعة التانيين اللي الفورس الامرجنسي كوست والحاجات كتير مش هنتكلم فيها دلوقت. تمام? فدي بالنسبة لك الان دي الان لك كاش ان لك اللي دخل حسابها? الاوت بتاعك دي ناقص منه. دي ناقص ايه? دي ناقص منه الريحة بتاعها. طب بالنسبة للمالك دي بالنسبة المالك اياك في كده مش هتكلم في النقطة دي كتير لان مش 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 كرصة. مش مكانها يعني. تمام? طيب. بنتكلم على المعدات اهد ان احنا جيدنا المعدات اهود طيب. بدي المعدات بالنسبة للشاهر يا باش مهندس. تمام? احنا عايزينها في اليوم. هتيجي تقول له ان ان دي ان المعدات بتساوي الرقم ده على كم بقى? على اه ستة وعشرين. ستة وعشرين يوم عاما. تمام? ايه قوله ايه? اكمل المعدة. وبعد كده اعلم عليهم كده وقول له اه انا عايزها اه نمبر وعايز مسلا مش عايز حاجة بعد العلامة العشرية. اه طبعا هي فيها مبالاة يعني فيها تقريبا حسب مشروعية زيادة كتير. يعني مثلا اتنين وعشرين بكات في اليوم ماشي ماشي زادة ستة هنا البايك هنا ستة وعشرين مية وستين بكات في اليوم لأ كتير قوي يعني كتير قوي مش مهندس اللي محمل طبعا فيها اخطاف الريسورس ولكن بسبب ان الملف قاعد وروح وييجي كتير يعني. ممكن يكون حد حمل على التحميل اللي احنا محملين. اه عايز بس نتأكد من اول نقطة اللي مية سبعة وستين شوف خد دلك انت بلانوري بشان تطلقوا الارقام. اخد دلك كده عشان ايه او اه كنترول سي اه كنترول في عشان اتدلك دول. تمام? اه كنترول زيت. اه شوف لما دلتناهم اخدهم كده اه كابي. و اه باست فالي. اخدهم باست فالي. دلت دول ما عشان ما اتصفرش معك. طيب. شوف انا وانا وانا بنعمل بشانت انت كابلانوري عين اكتلق. شوف انا عيني جات على دي. استكترتهم بصراحة. يعني انت مثلا مية سبعة وستين يعني بكتير قوي يعني في خطأ في الحيطة دي يعني الريسورس لازم تتراجع بس حملوها زي ما احنا شغالين بالطريقة تطلع مزبوط. يعني انا مية سبعة وستين واحنا عندنا المشروع بتاعنا اه خمستاشر لو عن افترض انهم كلك شغالين في نفس في نفس الوقت. هما خمستاشر فئس. هما اربعة زون وخمستاشر فئس. مقولوا مية سبعة وستين على الخمستاشر. بتتكلم في احداشر بكات في كل زون لا كتير يا شوانس. يعني الحتة دي على تحافظها. ولكن انا بقول لك ازاي تطلحها مش هنستطرق مش مجالها يعني. تمام? اه بعد كده اه بتعلم عليهم حضرتك. ونفس القصة بتطلع الهيستجرام بتاعهم. اه الهيستجرام بتاعهم كنترول في. اه وابدأ بقى مصقه بنفس الترتيب كده. اه اه كانت فيه صورة البوكات اه تظهر بقى. طبعا تكتب هنا ايه? مسلا اه 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 هتقوله مثلا equipment histogram. ممكن تقول له ايه? بوكات. ده الايه? ده الاستجرام دي خاص بالبوكات. اه زي ما اقول لكم برضو ايه? هتبدأ ايه? اه تظهر اه الارقام. الديتا ليبل زي هيت. اه تظهر بقى عا تكبرها مسلا تخليها بنفس اللون. ممكن تكبرها شوية مسلا. اه تخليها بنفس دي مجرد تنسيق مش اكتر. بنفس اللون اللي دي الخاص بها. وتجيب اه كانت فيه صورة البوكات مش عارف فين والله هي انا شفتها. اه هنجيبها ايه ايه شو بتدي عندك ايه تروحي له. هنا. مش عارف يعني. طب اه نعمل لها سيرتي كيفية عندي خاصية للصور هنا. نعمل انسيرتي كده. اهي. اه عايز برضو ايه? لو انت عايز تراح دماغك مسلا ومش عايز تفرخها. اه على الشبه او اي برنامج انتم عارفينه اه نفس القصة كده ايه. دي مجرد ايه ان المعدات ان دي المعدات اللي نعايزها خلال الشهر. اه في شهر كزا. اه احنا طب فينا دي ليه مش? انا كنا ظهرين ده. بتاع ده مش هو ده. انا احطنا دي هنا ليه? احنا تهد في الشتات. انتم ايما عارفين انا اشغال ازاي تهد والله في قطرة الشتات. اه هو دي الشيط اه. نعم مش بي احنا عملناها انسيرت. اه انسيرت. هتا تاني. اه يعني اه مجرد ايه? اه انديكيشن حلو كده بايه? لان حديت الارقام. ليه باش مهندس انا بقولك حد الصورة دي. اه الصورة اه تعبق يعني بالف كلمة زي ما بقوله. في مسلا بقولك الصورة. وفي نفس الوقت بتقلل من حدية الارقام او يعني بتدي انت يعني تعمل للعصاب شوية. عليها ما تتفرج على صورة الصورة الطبيعية والكلام ده بتديك ريلاكس شوية ترتاح شوية. ما تباش تنشن. التعامل مع الارقام كتير انا بحب ان انا نتعامل مع الفاصل الارقام كده تحط صور تحط هستوبرامات وشوية. فبتديك ايه? يعني نوع من اه انك تشدك انك تقرأ او تستمتع وانت بتقرأ التقرير. تمام? اه مجرد بس يعني زي ما عطينا هنا. وفي نفس الوقت هو اول ما يشوفها عايشوف ان دي خاصة بايه? بدل ما شرحتيكم قبل كده في التقرير من العمال بتحط الصورة للعمال والكلام ده كله. كده انا اه خلصت اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه. اتكمل بقى بقية المعدات والكلام ده كله. وتعمل التقرير بتاعك اللي حضرتك ايه التقرير المتين اللي هو اه اللي انت بتعمله بالطريقة ده. فكده احنا ايه اه خلاه. طبعا المعدات برضه بتجيب صورة للعمالة والكلام ده كله. ولو عايز تجمعهم بقى اكتر من واحدة مش مهندس. يعني ايه? عايز اه اخر حاجة هشرح لكم كويس ان انا افتكرتها لو عايز تجمع اكتر من واحد في نفس الايه? في نفس في نفس الكيرف. ازاي دي اخر حتة هقولها? اهو. احنا قلنا ايه هنا? اه في الفلتر مسلا نفس الفلتر انا كنت مختار ايه هنا? مختار اللي هو البوكات. هتقول له اد. اد. ماشي? وتقول له الريسورس نيم نفس القصة بقى. تقول له الريسورس نيم هشرح لكم مش هعملها يعني عشان الريسورس نيم از اندر مسلا اه اكسكافيتو. فين بقى المعدات لو انت عايز تجيب المعدات كلها مع بعضها. اكسكافيتو. الله يكريم. وفيه سؤال كان انبعت لي من الدعم الفني اللي في احد الاسئلة بقول لما بنعمل فلتر اكتر من حاجة ما بتظهرش. يا باش مهندس. تعدل الحتة دي المهندس اللي بعت لي المهندس اسامة وبقول له لما بنعمل الفلتر ما بتظهرش معي اكتر من الفلتر. خد بالك از في حاجة اسمها هنا لو عملت مفيش حاجة ظهرة. تمام? لازم تقول له ايه? عشان لما تستعمل اكتر من فلتر المهندس اللي سأل يستعمل اللي بعت الرسالة تعمل ايه? بتبدأ تظهر ايه? وتقول له ايه? وتقول له وعايز تظهر مسلا كمان معدة مسلا لو انت عايز كمان معدة تقول له اد احنا مثلا ايه آآ آآ على سبيل المثال آآ ويتقول له resource name نفس القصة بقى ايه مش هعملها آآ وتعدل زي ما نتعلم وتقول له اوكي تقفل ده وتقفل ده ولو عما تقول له copy يا باش مهندس بيبدأ ايه آآ ايفل بقى الليفل التاني قاسف تقفل الليفل التاني اهوت اذا تتعلم على الاتنين دول وبتاخدهم ايه copy وبيست بيظهرون لك ايه هناك ونكتفي بهذا القادر ان شاء الله المهاردة ونلقاكم في المحاضرة الى 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 كنا القرص خلص يعني اه يعني اللي عندي انا بلغته الا اذا كنت حاجة ايه اه اه نسيها وعن شو قص وربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتني وربنا وفاكم كلكم ونشوفكم احسن المهندسين واحسن مني واللي لاقي معلومة يفيدنا بيها احنا متعطشين ان احنا ناخد معلومة ونسأل الله العظيم ان ينفعنا بهذا العلم ويكون نصرة اللي اولدين الاسلام. المحاضرة الجاية بشواندستين هي محاضرة منفصلة تماما اه عن اشرح لكم الكيس في حالة اللي هي المشهورة الكيس المشهورة اه اللي هي المحاضرة اللي بعدها هتكون اي اسئلة حضراتكم تبعتوها يعني مكتوبة مش اي واحد قاعد كده يختر على باله سؤال لا جهزوا الاسئلة وبعتوها للناس انا عايز السؤال حلوة كده نبدأ تتنقش فيه. تمام? اه دي عايز تكون في المحاضرة الاخيرة ان شاء الله اللي هي بعد الجاية. وحنقول لك ازاي تذاكر الكورس. يعني المحاضرة كده كده الكورس خلص. المحاضرة الجاية تانية هشرح حالك بسرعة وهعرفك ازاي تعملها. تمام اللي هي طريقة المحاضرة اللي بعد الجاية هي اه خاصة بي اجابة تاني على الاسئلة وازاي تذاكر الكورس. يا مهندس احمد المحاضرة اللي بعد الجاية يا ريت عشان لو مبلغتكش. لا دي كورس تانية يا بش مهندس مش دلوقت بقى. يعني شرحولك بس مش دلوقت لما نعمل على فكرة ما شرحت لكمش كنت عايز نخطط ان انا نشرحها لكم دي ممكن يكون كورس كده في الابديت مع كورس. تمام? اه المهندس احمد حسام سمعني? سمع حضرتك مش مهندس. ايه. المحاضرة الاخيرة في ترتيب في في البلاي لست عتحطها اول محاضرة. عشان لو ناست ما نبلغك فيها يعني. اول محاضرة هي المحاضرة الاخيرة. ليه بقى? لان انا عايز المهندسين هو اول ما يخش يشغل البلاي لست كده يسمع اول محاضرة. ازاي زكر الكورس? يعني عشان ما يخشش وينضيع فيه وقت كتير. لان انا شرق الكيس استادي اللي انا خدتها دي. هي كيس استادي نادرة جدا وفاهم مشاكل كتير ولكن انا حابب اشرحها عشان اه كل الناس اه تبقى مرت بالمشاكل. اه فالمحاضرة الاخيرة هتكون في الترتيب اول محاضرة. اول ما يخش كده اي حد حابب يتعلم ان شاء الله يبدأ يفهم ازاي زكر الكورس واني محاضرة يبدأ يخش عليها والكلام ده كله. اه نراكم ان شاء الله مع الريكافوري والريفايز عايكون كورس بسيت كده ولزيز كده خمس يعني تلات محاضرات اربعة ان شاء الله يا بش مهندس. نراكم على غير. اي اسئلة سريعة? اي اسئلة سريعة اتمنى بس في نقاط بسيطة وضيح التاسكات المطلوب. التاسكات المطلوب يا بش مهندس اعمل اللي انا عملته دي. اعمل الريبورت. اعمل تقرير. اه التقرير اللي انا عمل ان شاء الله اللي بعتلي البرنامج يكون خار. شوف المش بش مهندس اللي بعت الله يجزي خير يعني برينس يعني اللي بعت البرنامج لما عملت شايكت والكلام ده كله. انت هتتعب على فكري. انا لا 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 امكن ان هو تعب. وخاصة للناس لأول مرة. بس هلقى الفكرة يا بش مهندس اه انت بتتعب ليه? انا عايزك بلانر. تمام? انا عايزك بلانر. مش عايزك ايه? مش عايزك سكادولر. تمام? في فرق بين البلانر والسكادولر. انا عايزك برينس. هتتعب فيه? اتعب فيه. واخطأ وابعتلي واكتهد. وحتى لو في خطأ بس ابعته وابعتلي التقرير. اه يعني على انا عايزك تشتغل يعني اه هي العملية ايه زي انا ممكن ندي الشهاد لكل الناس مش مشكلة بالنسبة لي. بس اعايزك تظهر معاك مشاكل ويتناقشني فيه. تمام? فرصة ان ايه? ان انت تناقشني فيها وتسأل وانا هنجاوبك ان شاء الله. اه اي اسئلة? اي اسئلة بسرعة? اي اسئلة بسرعة? تمام? ما فيش اي اسئلة. يلا. اي خدمة مهندس احمد? اه موعد متى موعد التسليم? موعد التسليم يا باش مهندس اه بعد نهاية اخر اه محاضرة بسبوع. رغم ان اخر محاضرة دي مفهاش شرحة اصلا. اخر محاضرة مفهاش شرح. باش مهندس من ضمن الاسئلة حضروها لنا? من ضمن الاسئلة ازاي تحمل البرنامج من على من الموقع دابيو دابيو دوت اراكل سوفتوير لا في الكراور. احفاظوا الرابطة هو دابيو دابيو دوت اراكل سوفتوير دليفر كلاود. ممكن انا وازاي تعمل اكاونت وبالكلام ده كل? ممكن انا ضمن الاسئلة اللي توجهوها لي برضو? من ضمن فيش اي اسئلة تاني? يا الله سلام عليكم.